حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليك عن أم سلمة أنها ذكرة أو كلمة غيرها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقطع قراءته آية آية قال أول داود سمعت أحمد يقول القراءة القديمة مالك يوم الدين حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبيد الله بن عمر بن ميسرة المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيني عن أبي ذر قال كنت رديس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار والشمس عند غروبها فقال هل تدري أين تغرب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تغرب في عين خامية حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عقا أن مولى لابن الأسقع رجل قطق أصبر عن ابن الأسقع أنه سمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سينة ولا لوم حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر بن أبي الحجاج من قريب حدثنا عبد الوارث حدثنا شيبان عن الأعمش عن شفير عن ابن مسعود أنه قرأ هيت لك فقال شفير إنا نقرأها هئت لك يعني فقال ابن مسعود أقرأها كما علمت أحب إلي حدثنا هناذ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شفير قال قيل لعبد الله إن أناسا يقرؤون هذه الآية وقالت هيت لك فقال إني أقرأ كما علمت أحب إلي وقالت هيت لك حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهو وحدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهو أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الحدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لبني إسرائيل قد خدخلوا سنة بسرحه ويقولوا حقا تغفر لكم خطاياكم حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا ابن أبي فزيك عن هشام بن سعد بإسناده مثلاً حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا هشام بن عروة عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قال نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا سورة أنزلناها وفرضناها قال أهدود يعني مخففة حتى أتى على هذه الآيات حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عبد الله بن شزاد عن أبي عذرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات ثم رخص لرجال أن يدخلوها في الميادة حدثنا محمد بن قدامى حدثنا جرير وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة جميعا عن منصور عن سالم بن أبي الجعب قال ابن المثنى عن أبي المليح قال دخل نسمة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقال ممن أنتم قلنا من أهل الشام قال لعلا كن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات قلنا نعم قال أما أني تناق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع فيابها في غير بيتها إلا أتكتنا بينها وبين الله تعالى قال أبو داود هذا حديث جرير وهو أتم ولم يذكر جرير أبا المليح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح لكم أرض العجل وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخل النها الرجال إلا بالأذر وامنعوها النساء إلا مريضة أو مفساء حدثنا عبد الله بن محمد بن فيل حدثنا زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراد بلا إذار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حيي تتير يحب الحياء والتتر فإذا اغتسل أحدكم فليتتر حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلق حدثنا الأسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن خفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أبو داود الأول أتم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أب النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال كان جرهد هذا من أصحاب الصفة قال جلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة وقال أما علمت أن الفخذ عورة حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا حجاج عن ابن جريت قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكشف فخذ ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت قال أبو داود هذا الحديث فيه نكار حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل عن المسور بن مخرمة قال حملت حجرا تقيلا فبين أمشي فسقط عني ثوب فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك ثوبة ولا تنشو عراء حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أبي وحدثنا إبن بشار حدثنا يحيى نحوه عن بهد بن حكيم عن أبي عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نبر قال اشفض عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا صاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن أبي فديك عن الزحاة بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة ولا يخضي الرجل إلى رجل في ثوب واحد ولا تخضي المرأة إلى المرأة في ثوب حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن علية عن الجريري وحدثنا مؤمل مهشار قال حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نظرة عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخضينا رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا ولدا أو والدا قال وذكرت ثالثة فنسيجها حدثنا عمر المعون أخبرنا إذن المبارك عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجدت ثوبا سماه باسم إما قميصا أو عماما ثم يقول اللهم لك الحمد أن تكثوتنيه أسألك من خيرك وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له قال أبو نظرة فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلى ويخلف الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن الجريري بإسناده حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا محمد بن دينار عن الجريري بإسناده ومعناه قال أبو داود عبد الوهاب التقاطي لم يذكر فيه أبا سعيد وحمد بن سلم قال عن الجريري عن أبي العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود حمد بن سلمة والسخطي سماعهما واحد حدثنا نصير بن الفرج حدثنا عبد الله بن يزير حدثنا سعيد يعني عن أبي أيوب عن أبي مرقوم عن تهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من دمه وما تأخر ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي تتاني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من دمه وما تأخر حدثنا إسحاق بن الجراح الأدني حدثنا أبو النضر حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أم خارد بانت خارد بن سعيد بن العاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بكسوة فيها خميصة صغيرة فقال من ترون أحق بهذه فسكت القوم فقال اتوني لأم خالد فأتي بها فأنبثها إياها ثم قال أبني وأخلقي مرتين وجعل ينظر إلى علم في الخميصة أحمر أو أصغر ويقول سناه سناه يا أم خالد وسناه في جلام الحبشة الحسن حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص حدثنا زياده أيوب حدثنا أبو تميلة قال حدثني عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أبي عن أم سلمة قال لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمضل حدثنا معارض بن هشام عن أبي عن بديل بن ميترة عن شجر بن حوش عن أثناء بنت يزيد قال كانت يد كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهر المعنى أن اللي يعني بن سعد حدثهم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن المشور بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه قال ادخل فادعه لي قال فدعوته فخرج إليه وعليه خباء منه فقال خبأت هذا قال فنظر إليه زاد من موهب مخرمة ثم اتفق قال رضي مخرمة قال قطيبة عن ابن أبي مليكة لم يسمى حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو عوانة وحدثنا محمد يعني ابن عيسى عن شريك عن عثمان ابن أبي زرعة عن المهاجر الشامي عن ابن عمر قال في حديث شريك يرفعه قال من نبث ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله زاد عن أبي عوانة ثم تلحب فيه النار حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة قال توب مذلة حدثنا عثمان ابن أبي شيبة حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن ابن ثابت حدثنا حسان ابن عطية عن أبي مني بن الجرشي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشفه بقوم فهو منهم حدثنا يزيد ابن خالد يزيد بعق الله ابن موهب الرملي وحسين ابن علي قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرق مرحل من شعر وقال حسين حدثنا يحيى بن زكري حدثنا ابراهيم ابن العلاء الزبيدي حدثنا اسماعيل ابن عياش عن عقيل ابن مدرك عن نقمان ابن عام عن عثبة عبيد السلمين قال استكتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثاني حيشتين ألقد رأيتني وأنا أكسى أصحابي حدثنا عمر بن عون حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي بردة قال 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 يا بني لو رأيتنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء حسدت أن ريحنا ريح الطأة حدثنا عمر بن عون أخبرنا عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس بن مالك أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا أو ثلاث وثلاثين ناقة فقبلها حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد عن إسحاق بعبد الله بن الحارف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ببضعة وعشرين قلوصا فأهداها إلى لي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد وحدثنا موسى حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة المعنى عن حميد نهلال عن أبي بردة غاد دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظة مما يسمع باليمن وإشاء من التي يسمونها الملبدة فأختمت بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبض فيها لين توبي حدثنا إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي حدثنا عشرينة بن عمار أبو زميل حدثني عبد الله بن عباس قال لما خرجت الحرورية أتيت علي رضي الله عنه فقال اكت هؤلاء القوم فلبست أحسن ما يكون من فلل اليمن قال أبو زميل وكانت عباس رجلا جميلا جهيرا قال ابن عباس فأتيتهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس ما هذه الحل قال ما تعيبون علي لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحل قال أبو داود اسم أبي زميل فيما قبل الوليد الحنفي حدثنا عثمان محمد الأنماطي الوسري حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرازي حدثنا أبي أخبرني أبي عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال رأيت رجلا ببخار على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال كثانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نفض عثمان والإخبار في حديثه حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عقية بن قيس قال سمعت عبد الرحمن بن غنب الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك والله يمين أخرى ما كذبني أنه سنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرون قرادة وخنازير إلى يوم القيامة قال أبو داود وعشون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبثوا الخز منهم أنث والبراء المعاد حدثنا عبد الله ومسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بعمر إن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد ثباع وقال يا رسول الله لو اشتريت هذا فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها خلا فأعطى عمر ابن الخطاب منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطار دماء قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبثها فكساها عمر بن الفطاب أخله مشركا بمكة حدثنا أحمد بن صالح حدثنا إذنوه أخبرني يونس عمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سارم بن عبد الله عن أبيه بهذه القصة قال حلة استبرق وقال فيه ثم أسل إليه بجبة ديبان وقال تبعها وتصيب بها حاجة حدثنا كسر بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا عاصم للأحول عن عبي عثمان النهدي قال كتب عمر إلى عثبة ابن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا أسبوعين وثلاثة وأربع حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن ابن عون قال سمعت أبا صالح يحجث عن علي غضي الله عنه قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرة فأرسل بها إلي فلبستها فأسيته فرأيت الغضب في وجهه وقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها وأمرني فأطرتها بين نسائي حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله في حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن مبس القسي وعن مبس المعفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال عن القراءة في الركوع والسجود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمر عن إبراهيم بن عبد الله بهذا زاد ولا أقول نهاكم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أنت بن مالك أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فلبسها فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان ثم بعث بها إلى جعفر فلبسها ثم جاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لبعطكها لتلبسها قال فما أصنع بها قال أرسل بها إلى أخيك النجاشي حدثنا محمد بن خالد حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتابة عن الحسن عن عمران بن حصين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعطفر ولا ألبس القميص المكثف بالحريف قال وأومأ الحسن إلى جيد قميص قال وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له ألا وطيب النساء لون لا ريح له قال سعيد أرهل قال إنما حملوا قوله في طيب النساء على أنها إذا خرجت أما إذا كانت عند دوجها فلتطيب بما شاء حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهي بن الهمداني أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش بن عباس القتباني عن أبي الحصين يعني الحيثم بن شفيا قال رجل أنا وطاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي بإيلياء وكان قاصهم رجل من الأنف يقال له أبو ريحان من الصحابة قال أبو الحصين فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم رجفته فجلست إلى جنبه فسألني هل أدركت قصص أبي ريحان قلت لا قال سمعته يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر عن الوشر والوشر والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرا مثل الأعاجم أو يجعل على منكديه حريرا مثل الأعاجم وعن النهبة وركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لي سلطان قال أبو داود الذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح حدثنا هشاب عن محمد عن عبيد عن علي رضي الله عنه قال نهي عن مياتر الأرجوان حدثنا حقس بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبيد حقا عن جبيرا عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبث القسي والميثرة الحمراء حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب الزهري عن عروة بن زبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها لما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهب فإنها ألهتني آنفا في صلاة وأتوني بأنجانيته قال أبو داود أبو جهب بن خذيفة من بني عديد بن كعب بن غانا حدثنا عثمان بن أبي شيبة في آخرين قالوا حدثنا سرفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة نحوه والأول أشعر حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا المغيرة بن زياد حدثنا عبد الله أبو عمر مولى أثناء بنت أبي بكر قال رأيت ابن عمر في السوق اشترى توبا شأنية فرأى فيه خيطا أحمر فرده فأتيت أثناء فذكرت ذلك لها فقالت يا جاريتنا وذيني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت جبة طيانسة مكفوفة الجيد والكمين والفرجين بالديبات حدثنا ابن نفير حدثنا زهير حدثنا قصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسد التوب فلا بأس به حدثنا النفيلي حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتال عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف ولزبير بن العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما حدثنا قصيفة بن سعيد حدثنا الليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير يعني الغافقين أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمين وأخذ ذهبا فجعله في شمال ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي حدثنا عمر بن عثمان وكثير بن عبيد الحنقيان قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك أنه حدث أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سيراء قال والسيراء المضلع بالقلب حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري حدثنا نسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمر بن دينار عن جابر قال كنا ننزعه عن الغلمان ونتلكه على الجوالك قال نسعر فسألت عمر بن دينار عنه فلم يعرف حدثنا غزبة بن خالد الأزدي حدثنا همام عن قتابة قال قلنا لأنث يعني ابن مالك أي لباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبرة حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ذهير حدثنا عبد الله بن عثمان بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إلبسوا من ثيابكم البيار فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن خير أكحالكم يجد البصر وينبت الشعر حدثنا النفيري حدثنا مسكين عن الأوزاع وحدثنا عثمان بن أبي شيبس عن وكيع عن الأوزاعي نخوة عن حسان بن عطية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال أتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا شعفا قد تفرق شعره فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وزخة فقال أما كان هذا يجد ماء يغفر به ثوب حدثنا النفيري حدثنا زغير حدثنا أبو إسحاق عن أبيه عن أبيه قال شيخ النبي صلى الله عليه وسلم بثوب دون فقال أنا كمال قال نعم قال من أي المال قال قد أتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق قال فإذا أتات الله مالا فليرأثر نعمة الله عليك وكرامتك حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنعي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني أن أسلم أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تنتلئ ثيابه من الصفرة فقيل له لم تصبغ بالصفرة فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبيد الله يعني عن إياد حدثنا إياد عن أبي رمسة فقال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عليه بردي أخضرين حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن الغاز عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مدرجة بالعصفر فقال ما هذه الرئيطة عليه فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقد أفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الرئيطة فأخبرت فقال ألا تفوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء حدثنا عمر بن عطمان الثلسي حدثنا الوليد قال قال هشام يعني ابن الغاز المدرجة التي ليست بمشبعة ولا الموردة حدثنا محمد بن عطمان الثمشقي حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرح بيل بن مسلم عن شفع عن عبد الله بن عمر بن العاف قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو علي للؤلؤي براه وعلي ثوب مصبوغ بعصر مورد فقال ما هذا فانطلقت فأحرخته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بثوبك فقلت أحرخته قال أفلا يتوجه بعض أهلك قال أبو جاود رواه ثور عن خالد فقال مورد وطاوث قال معقر حدثنا محمد بن فنزاب حدثنا إسحاء يعني على منصور حدثنا إسرائيل عن أبي يحيا عن مجاه عن عبد الله بن عمر قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير عن محمد بن عمر بن عطاء عن رجل من بني حارثة عن غافع بن فديد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عثن الحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذه الحمر قد علتكم فقمنا فراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها حدثنا ابن عوفن الطائل حدثنا محمد ابن إسماعيل حدثني أبي قال ابن عوفن الطائل وقرأت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم يعني ابن زرعة عن شريح ابن عبيد عن حبيب ابن عبيد عن حريح ابن الأبحث السليحي أنا مرأة من بني أسد قال كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسكو ثيابا لها بمغرأة فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغرأة رجع فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جره ما فعلت فأخذت غسلت ثيابها ووارت كل حمر ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فطلع فلما لم ير شيئا دخل حدثنا حصر بن عمر النمري حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه ورأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن هجال بن عامر عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا يخطب على بغمة وعليه برد أحمر وعلي رضي الله عنه أمامه يعبر عنه حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن مطرق عن عائشة رضي الله عنها قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبيسها فلما عرق فيها وجده حفصوف فقد فه قال وأحجبه قال وكان تعجبه الريح طيبا حدثنا عبيد الله بن محمد القرشي حدثنا حماد بن سلم أخبرنا يونس بن عبيد عن عبيدة أبي خداش عن أبي ثميمة الهجيمي عن جابر يعني ابن سليم قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هجبها على قدمي حدثنا أبو الوليد الطيارسي ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعي قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة فوداء حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو أسامة عن مساور وراق عن جعفر بن عمر بن حري عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفين حدثنا قصيفة بن سعيد الاستقافي حدثنا محمد بن ربيع حدثنا أبو الحسن العسطلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركالة عن أبيه أن ركالة صارع النبي صلى الله عليه وسلم وصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركالة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانة حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بن هاشم حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني حدثنا سليمان بن قربوذ حدثني شيخ من أهل المدينة قال سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول عمّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد لها بين يدي ومن خلبي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين أن يحتبي رجل مفضيا بفرجه إلى السماء ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي الببير عن جابر قال نهار طول الله صلى الله عليه وسلم عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد حدثنا النفلي وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا عروة بن عبد الله قال ابن نفير ابن قشير أبو مثل الجعفي حدثنا معاوية بن قرة حدثني أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفق من مزينة فبايعناه وإن قميطه لمطلق الأزرار قال فباعته ثم أدخلت يدي في جيج قميطه فماتست الخاتم قال عروة فما رأيت معاوية ولا ابنه قطو إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا عبد الرزاق أصبرنا معمر قال 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 عروة قالت عائشة رضي الله عنها بينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر رضي الله عنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن أبي غفار حدثنا أبو تميمة الهجيمي وأبو تميمة اسمه طريق بن مجالب عن أبي جري جافر بن سليل قال عائش رجلا يقدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا قضروا عنه قلت من هذا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت قل السلام عليك قال قلت أنت رسول الله قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنه وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها له وإذا كنت بأرض أفراء أو فلا فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت اعهد بلي قال لا تسبن أحدا قال فما تذكت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاء قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبطط إليه وجهه إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نفس الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإتبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرئ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيك فإنما وبال ذلك عنه حدثنا النفيري حدثنا زهير حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوبه خيلاء لن ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر إن أحد جانبي إزاري يسترخي إني لأتعاهد ذلك منه قال لست من من يفعله خيلاء حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما رجل يصلي مسبيل الإزارة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضى فذهب فتوضى ثم جاء فقال اذهب فتوضى فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضى ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبيل الإزارة وإن الله لا يقبل طلاة رجل مصبيل حدثنا خفص بن عمر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن خرشة بن حر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكمنهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا لزكيهم ولهم عذاب أليم قلت منهم يا رسول الله قد خافوا وخسروا فأعادها ثلاثة قلت منهم يا رسول الله خافوا وخسروا فقال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحليف الكاجر أو الفاجر حدثنا متدد حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن سليمان بن مستر عن خرشة بن الحر عن أبي ذرن عن النبي صلى الله عليه وسلم والأول أتم قال المنان الذي لا يرقي شيئا إلا من حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو عامر يعني عبد الملك بن عمر حدثنا هشام بن سعد عن قيس بن بشر التغليبي قال أخبرني أبي وكان جنيسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية وكان رجلا متوحدا قال لما يجالثنا إنما هو صلاة فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله ومر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدم فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إلى جنبك لو رأيتنا حين امتقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعا فقال خذها مني وأنا الغلام العفاري كيف ترى في قولك قال ما أراه إلا قد غطر أجره فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد فرأيت أبو الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على رقبتي قال فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضره قال 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 لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الحير كالباطق يده بالصدخة لا يقبضها ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضره قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم من أسده لولا قول جمته وإسبال إزاره فبلغ ذلك حريما فعجل فأخذ شطرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصار ثاقيه ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضره فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباتكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفرش ولا التفحش قال أبو داود وكذلك قال أبو نعيم عن هشام قال حتى تكونوا كالشامة في الناس حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمات وحدثنا هلناس يعني ابن السري عن أب الأحوص المعنى عن عطاء ابن الثاء قال موسى عن تلمان الأغر وقال هلناد عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة قال هلناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزادة فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن الأعمة عن إبراهيم عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من قردل من كبه ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال قردلة من إيمان قال أبو داود عواهل أسنلي عن الأعمة مثله حدثنا أبو موسى محمد بن المسنة حدثنا عبد الوهاب حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا فقال يا رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى لا أحب أن يفوقني أحد إما قال بشراف نعلي وإما قال بشسع نعلي أفمن الكبر ذلك قال لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمطنا حدثنا حقس بن عمر حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال سألت أبا سعيد للخدرية عن الإذار فقال على الخبير سقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذرة المسلم إلى نصف الساعة ولا حرت أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار من جر إذاره بطرا لم ينظر الله إليه حدثنا هلاد بن السري حدثنا حسين الجعفي عن عبد العزيز بن أبي رواس عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبان في الإذار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة حدثنا هلاد حدثنا ابن المبارك عن أبي الصباح عن يزيد بن أبي سمية سمعت ابن عمر يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإذار فهو في القميص حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن محمد بن أبي يحيا قال حدثني عكرمة أنه رأى ابن عباس يأتذر فيضع حاشية إذاره من مقدمه على بهر قدميه ويرفع من مؤخره قلت لماذا تأتذر هذه الإذارة؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتذر حدثنا عبيد الله بن معان حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعنى المتشفهات من النساء بالرجال والمتشفهين من الرجال بالنساء حدثنا ذهير بن حرب حدثنا أبو عمر عن سليمان بن ذلال عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة فقال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل حدثنا محمد بن سليمان نوين وبعضه قراءة عليه عن سهيل عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن امرأة تلبس النعم فقال لعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء حدثنا أهو كومل حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهم وقالت لهم معروفة وقال لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجور أو حجوز شك أبو كامل فشققناهن فتخذناه قمرا حدثنا محمد بن عبيد حدثنا بثور عن معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة وعن أم سلمة فقال لما نزلت يدنين عليهن من جلابي بهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية حدثنا أحمد بن صالح وحدثنا سليمان بداود المهري وابن السر وأحمد بن سعيد الهمزاني قالوا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني قرة ابن عبد الرحمن المعافر عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قال يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضرب نادي خبورهن على ديوبهن شققنا أكنف قال ابن صالح أكتفى مروطهن فاختمرنا بها حدثنا ابن السرخ قال رأيت في كتاب خالي عن عقيل عن ابن شهاب بإسناده ومعنى حدثنا يعقوب ابن كعب الأنطاكي ومؤمل ابن الفضل الحرامي قال حدثنا الوليد عن سعيد ابن بشير عن قتادة عن خالي قال يعقوب ابن جريك عن عائشة رضي الله عنها أن أثناء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أثناء إن المرأة إذا بلغ في المحي لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه قال أبو داود هذا مرسل خالد ابن جريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها حدثنا قصيبة ابن سعيد وابن موهب قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جادر أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجام فأمر أبا طيبة أن يحجمها قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتل حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو جميع سالم بن جينار عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعرض كان قد وهبه لها قال وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك إنما هو أبوك وغلامه حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري وهيشان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال كان يدخل على أدواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنة فكانوا يعجونه من غير أولي الإربة فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نساء وهو ينعك امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا لا يدخلن عليكن هذا فحجبه حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمعنى حدثنا أحمد بن صالح حدثنا بن وهو أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بهذا الحديث زاد وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يقتطعن حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر عن الأوزعي في هذه القصة فقيل يا رسول الله إنه إذا يموت من الجوع فأذنه أن يدخل في كل جمعة مرتين فيسأل ثم يرجع حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يديد النحوية عن عكرمة عن ابن عباس وقل مؤمنات يغضبن من أبصارهم الآية فنسخ وستثنى من ذلك والقواعد من النساء التي لا يرجون نتاحا الآية حدثنا محمد بن العلاء حدثنا بن المبارك عن يونس عن الزهرية قال حدثني نبهان مولى أم سلم عن أم سلم فقال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمون فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشتجي ذا منه فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يسيرنا ولا يعرقنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعم ياوان أنتما ألفتما تكفرانك قال أبو داود هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بن جقي عند ابن أم مكتوم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بن جقي اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين فيا بكاني حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم عبده أمث فلا ينظر إلى عورته حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثني داود بن ثوار المذني عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دوج أحدكم قادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السر وفوق الرقبة قال أبو داود وقوابه سواره داود المزني الصيرفي وهما فيه وكيا حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن وحدثنا مسدد حدثنا يحيا عن كفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تستمر فقال لية لا ليتي قال أبو داود معنى قوله لية لا ليتي يقول لا تعتم مثل الرجل لا تكرره طاقا أو طاقين حدثنا أحمد بن عمر بن السرح وأحمد بن سعيد الهمدني قال أخبرنا ابن وهب أخبرنا إذن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدث عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الشديد أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطية فأعطاني منها قفطية فقال افضعها فضعي فقع أحدهما قميطا واعطل آخر امرأة تختبر به فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يطفها قال أبو داود رواه يحيى بن أيوم فقال عباس بن عبيد الله بن عباس حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرت أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله قال ترسي شبراء قال أم سلمة إذا ينكشف عنه قال فذراعا لا تزيد عليه حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن سليمان في يسار عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أبو داود رواه ابن إسحاق وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن صفيان أخبرني زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذير شبراء ثم استزدنه فزادهن شبراء فكنا يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا حدثنا مسدد ووهب بن بيان وعثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلق قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبداء قال مسدد ووهب عن ميمونة قالت أبدي لمولاة لنا شاث من الصدق فماتت فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا دبغتم إهابها واستنفعتم بها قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها حدثنا مسدد حدثنا يليد حدثنا معمر عن الزهري بهذا الحديث لم يذكر ميمونة قال فقال ألا تفعتم بإهابها ثم ذكر معنا لم يذكر الدباء حدثنا محمد بن يحيى بن فارق حدثنا عبد الرزاق قال قال معمر وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول يستمتع به على كل حال قال أبو داود لم يذكر الأوزاعي ويونس وعقيل في حديث الزهري الدباء وذكره الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز وحف بن الوليد ذكر الدباء حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقضته حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يذيد بن عبد الله بن قصير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجنود الميتة إذا دبغ حدثنا حفظ بن أمر وابوس بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن الحفن عن جول بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال دباغها قبورها حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمر يعني ابن الحارف عن كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بن جسبيع أنها قال كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فقالت لي ميمونة لو أخذت جنودها فانتفعت بها فقالت أو يحي ذلك قالت نعم مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرهون شاثا لهم مثل حمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحرها الناء والقرر حدثنا حقس بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرأ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عقب حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم حدثنا الثقافي عن خالد عن الحكم بن عكيم أنه امطلق هو وناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة قال الحكم فدخلوا وقعتوا على الباب فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن لا تستمعوا من الميتة بإهاب ولا عقب قال أبو داود فإذا ذبغ لا يقال له إهاب إنما يسمى شنا وقرب قال النضر بن شمير يسمى إهابا ما لم يدبغ حدثنا هلاد بن السري عن وكيع عن أب المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار قال وكان معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا أبو سعيد قال لنا أبو داود أبو المعتمر اسمه يزيد بن طخمان كان ينزل الحيرة حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا عمران عن قتابة عن زرارة عن أبي هغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر حدثنا عمر بن عثمان بن سعيد الحنصي حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال وفد المقدام ابن معدي كريبة وعمر بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية ابن أبي زفيان فقال معاوية من المقدام أعلمت أن الحسن بن علي توفي رجع المقدام فقال له رجل أتراها مصيبة قال له ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فقال هذا مني وحسين من علي فقال الأسد جمرة أطفأها الله عز وجل قال فقال المقدام أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيضك وأسمعك ما تكره ثم قال يا معاوية إن أنا فضأت ففضقني وإن أنا كذبت فكذبني قال افعل قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دبس الذهب قال نعم قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دبس الحريق قال نعم قال فأنشبك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ربس جدود السباع والرحوب عليها قال نعم قال فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية فقال معاوية قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدان قال خالد فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه وفرض لابنه في المئتين تفرقها المقدام في أصحابه قال ولم يعطي الأسدي أحدا شيئا مما أفرد فبلغ ذلك معاوية فقال أما المقدام فرجل كريم بسط يده وأما الأسدي فرجل حسن إنساك لشيئه حدثنا مسدد بن مسرهد أن يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم المعنى عن سعيد بن أبي عروبة عن ختادة عن أبي المليح في أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جنود السباع حدثنا محمد بن الصباح البنزاد حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبيع عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أفروا من النعام فإن الرجل لا يذال راكبا من تعال حدثنا نسلم بن إبراهيم حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن نعنى النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى أخبرنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل رجل قائما حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينشي أحدكم في النعن الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شص أحدكم فلا ينشي في نعن الواحدة حتى يصلح شصعه ولا ينشي في قف واحد ولا يأكل بشماله حدثنا قتيبة بن سعي حدثنا قفوان بن عيسى حدثنا عبد الله بن هارون عن بياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلعن عليه فيضعهما بجنبه حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الجناد عن العرب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمين أولهما ينتعل وآخرهما ينزع حدثنا حقص بن أمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أشعة بن سليم عن أبيه عن نصره عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في ظهوره وترجله ونعمه قال مسلم وسواك ولم يذكر في شأنه كله قال أبو داود رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواك حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأياملكم حدثنا يزيد بن خالد الهمزاني الرملي حدثنا بن وهب عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن القبلي عن جابر بن عبد الله قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرط فقال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيء والرابع للشيطان حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع وحدثنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن إسرائيل عن كماك عن جابر بن ثمرة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة زاد بن الجراح على يساره قال أبو داود عواه إسحاق بمنصور عن إسرائيل أيضا على يساره حدثنا هنابس مستري عن وكيع عن إسحاق بن سعيد بن عمر من القرشي عن أبي عن ابن عمر أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدامة فقال من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء حدثنا ابن السرح حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذتم أنماط قلت وأنى لنا الأنماط قال أما إنها ستكون لكم أنماط حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو منيع التي ينام عليها بالليل ثم اتفقا من أدم حشبهاني حدثنا أبو توبة حدثنا سليمان يعني الدحيان عن هشام عن عائشة رضي الله عنها قال كانت رجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشبهاني حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا قالد الحزاء عن أبي قبابة عن زينب بن جي أم سلمة عن أم سلمة قالت كان فراشها حيال مسهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير حدثنا قضيل بن غزوان عن نافع عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنه فوجد على بابها سترى فلم يدخل قال وقل ما كان يدخل إلا بدأ بها فجاء علي رضي الله عنه فرآها مكتمة فقال ما لك قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه فلم يدخل فأتاه علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها قال وما أنا والدنيا وما أنا والرقم فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمرني به قال قل لها فلترسل به إلى بني فلانا حدثنا واصل بن عبد الأعلى الأسدي حدثنا ابن خضيل عن أبيه بهذا الحديث قال وكان سترا موشية حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيا حدثنا عمران بن حيطان عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه فطليب إلا قضب حدثنا حقف بن عمر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنوب حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن سعيد بن يسار الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تنسان وقال انطلق بنا إلى أم المؤمنين عائشة نسألها عن ذلك فانطلقنا قلنا يا أم المؤمنين إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا فهل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك قالت لا ولكن سأحدثكم بما رأيته فعل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وكنت أتحين قفوله فأخذت نمطا كان لنا فستفرته على العرض فلما جاء استقبلته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أعزك وأكرمك فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئا ورأيت الكراهية في وجهه فأتى النمط حتى هتك ثم قال إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا النكس والحجارة واللبن قالت فقطعته وجعلته وسادتين وحشوته ماليفا فلم ينكر ذلك علي حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن سهيل بإسناده مثله قال فقلت يا أمة إن هذا حدثني أن نبي صلى الله عليه وسلم قال وقال فيه سعيد بن يسار مولى بن النجار حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا ليس عن بكير عن بسر بسعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال بسر ثم اشتكى زيد فعدنا فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثو حدثنا الحسن بن الصباح أن إسماعيل بن عبد الكريم حدثهم قال حدثني إبراهيم يعني ابن عقيل عن أبيه عن وهب بن منب عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بن بطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى مفيت كل صورة فيها حدثنا أحمد بن صالح حدثنا إبن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني ثم وقع في نفسه جرم كل تحت بصاط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه فلما لقيه جبريل عليه السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا قورة فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتل الكلاب حتى إنه لا يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى حدثنا أبو إسحاق الفزري عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيت كلبارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرار ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضض لهم فأمر به فأخرج قال أبو داود والنضض شيء توضع عليه السياب شبه السرير حدثنا مصدد حدثنا يحيا عن عشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احترجل إلا غفة حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارور أخبرنا الجريري عن عبد الله بن بريري أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بنصر فقدم عليه فقال أما إني لم آت كذا إرا ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت أن يكون عندك منه علم قال وما هو قال كذا وكذا قال فما لي أراك شعفا وأنت أمير الأرض قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاء قال فما لي لا أرى عليك حذاء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا حدثنا النخيلي حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن إسحاح عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذابة من الإيمان إن البذابة من الإيمان يعني اكتقحوا قال أبو داود هو أبو أمامة بن فعلبة الأنصاري حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أمس عن ألس بن مالك قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا إذن وهب حدثني إذن أبي الزناد عن سهير بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان لك شعر فليكرم حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثتني كريمة بنت همام أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خضاب الخنة فقال لا بأت به ولكن أكرهه كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريح قال أبي داود تعني خضاب شعب حدثنا نسلم بن إبراهيم حدثتني غبطة بنت عمر المجاشعية قالت حدثتني عمتي أم الحسن عن جدتي عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عطفة قالت يا نبي الله بايعني قال لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع حدثنا محمد بن محمد الصوري حدثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا مبيع بن ميمون عن صفية بن جعس عن عائشة رضي الله عنها قالت أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضت النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة قالت بل امرأة قال لو كنت امرأة لغيرت أبارك يعني بالحلة حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حد وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرتي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مجل هذا ويقول إنما هلكت بن إسرائيل فين اتخذ هذه نساؤهم حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قالا حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواقلة والمستوطلة والواشمة والمستوشمة حدثنا محمد بن عيسى وعثمان بن أبي شيء المعنى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عن قمر عن عبد الله قال لعن الله الواشنات والمستوشمات قال محمد والواقلات وقال عثمان والمتنمصات ثم اتفقا والمتسل جنس للحسن المغيرات خلق الله عز وجل فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعفوب زاد عثمان كانت تقرأ القرآن ثم اتفقا فأتتو فقالت بلغني عنك أن نكل عن تلواشلات والمستوشمات قال محمد والواقلات وقال عثمان والمتنمصات ثم اتفقا والمتسل جنس قال عثمان بن حسن المغيرات خلق الله تعالى فقال وما بيلا أنعل من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى قال لقد قرأت ما بين لوحي المصحة فما وجدته فقال والله لئن كنت قرأتيه لقد وجديه ثم قرأ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاتم عنه فانتقوا قال إني أرى بعض هذا على امرأتك قال فادخلي فانظري فدخلت ثم خرجت فقال ما رأيه وقال عثمان فقالت ما رأيه فقال لو كان ذلك ما كانت معا حدثنا ابن الصرح حدثنا ابن وهب عن عسامة عن أبان بن صالح عن مجاهد بن جبه عن ابن عباس قال لعنت الواقلة والمستوصلة والنامقة والمتلمقة والواشمة والمستوشمة من غير ذا قال أبو داود وتكثير الواقلة التي تصل الشعر بشعر نساء والمستوصلة المعمول بها والنامقة التي تنقص الحاجب حتى ترقه والمتلمقة المعمول بها والواشمة التي تجعل خيلان في وجهها بكحر أو مداد والمستوشمة المعمول بها حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقرامل قال أبو داود كأنه يذهب إلى أن الملهي عليه شعور نساء قال أبو داود كان أحمد يقول القرامل ليس به بأس حدثنا الحسن بن علي وهارون بن عبد الله المعمى أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدثهم عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله عن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه طيب فلا يرد فإنه طيب الريح خفيف المحمل حدثنا مسدد حدثنا يحيى أخبرنا ثابت بن عمارة حدثني غنيم بن قي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعفرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن عاطم بن عبيد الله عن عبيد المولى أبي رحمه عن أبي هريرة قال لقيتهم امرأة وجد منها ريح خفيف ينفح ولدي لها إعطاء فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد قالت نعم قال وله تطيبت قالت نعم قال إني سمعت شبي أبا القاتم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغسث لأصلها من الجنابة قال أبو داود الإعطار غبار حدثنا النفيلي وتعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من رأت أطابت بخورة فلا تشهدن معنا العشاء قال ابو نفي عشاء آخرة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عطاء الخراثاني عن يحيى بن أعمر عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلي ليلا وقت شققت يداي فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب فيه وقال اذهب فاختل هذا فذهبت فغتلته ثم جئت وقد بقي علي منه ركا فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب فيه وقال اذهب فاختل هذا عنه فذهبت فغتلته ثم جئت فسلمت علي فرد علي ورحب لي وقال إن البلائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولن متضمخ بالزعفران ولن جنوب قال ورخص للجنوب ورخص للجنوب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضع حدثنا نصر بن علي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا بن جريت أخبرني عمر بن عطاء ابن أبي الخوار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبر عن عمار بن ياسر زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه أن عمارا قال تخلقت بهذه القصة والأول أتم بكثير فيه ذكر الغسل قال قلت لعمر وهم الحرب قالنا القوم مقيمون حدثنا زغير بن حرب الأسد حدثنا محمد بن عبد الله بن حرب الأسد حدثنا أبو جعفر الرازي على الربيع بن أنس عن جديه قالا سمعنا أبا موسى يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من خلوق قال أبو داود جداه زيد وذيئا حدثنا مستد أن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم عن عبد العزيز بن صهيف عن أنس قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال وقال عن إسماعيل أن يتزعفر الرجل حدثنا هرور بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوسي حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن دايد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يطور حدثنا أيوب بن محمد الرقي حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله الأمثالي عن الوليد بن عقبة قال لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم قال فجي أبي إليه وأنا مقلق فلم يمسني من أجل الخلوق حدثنا عبيض الله بن عمر بن ميسرة حدثنا حماد بن زيد حدثنا سلم للعلوي عن ألف ابن مالك أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يواجب رجلا في وجهه بشيء يكرهه فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغفل جراعيه حدثنا عبد الله بن مسلم ومحمد بن سليمان الأنبري قال حدثنا وحيع عن صفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد محمد بن سليمان له شعر يضرب منك بيه قال أبو داود كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق قال يضرب منك بيه وقال شعبة يبلغ شحمة أذنيه حدثنا حقص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه حدثنا مصلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه حدثنا ابن نفير حدثنا عبد الرحمن أبي الزناد عن هشام لعروة عن أبيه عن عائشة قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الهمة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عطف عن ابن عباس قال كان أهل الكتاب يعني يزدلون أشعارهم كان المشركون يفركون رؤوسهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناطيته ثم فرق بعد حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد يعني ابن إسحاء قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فضعت الفرق من يافوخه وأرسل ناطيته بين عينيه حدثنا محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة سوائي وأخو خبيصة وحميد بن خوار عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذباب ذباب قال فرجعت فجززته ثم أتيته من الغد فقال إني لم أعلك وهذا أحسن حدثنا النفيلي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت أم هانئ قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وله أربع غدائر تعني عقاء حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى قال حدثنا وهو بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم ثم قال ادعو لي بني أخي فجيء بنا كأن أفرح فقال ادعو لي الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عثمان بن عثمان قال أحمد كان رجلا صالح قال أخبرنا عمر بن نافع عن أبي عن ابن عمر قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع والقزع أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نها عن القزع وهو أن يحلق رأس الصبي فتترك له لؤاب حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله حدثنا محمد بن العلاء حدثنا زيد بن الحبام عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كانت يد آبة وقالت لي أمي لا أجزها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة قال وأنت يومئذ الغلام ولك قرنان أو قصتان فمسح رأتك وبرك عليك وقال اخلقوا هذين أو أخوهما فإن هذا ذي يهو حدثنا مسدد حدثنا ياسفيان عن الظهرية عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خم أو خمس من الفطرة الفتان والاتحداج ونطف الإبط وتقريم الأبطار وقص الشارع حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارع وإعفاء اليحرع حدثنا نسل ابن إبراهيم حدثنا صدقة الدقيقية حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس ابن مالك قال وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقريم الأنفار وقص شارب ونفس الإبط أربعين يوما مرة قال أبو داود رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقتلنا وهذا أصح حدثنا ابن نفير حدثنا زهير قرأت على عبد الملك ابن أبي سليمان وقرأه عبد الملك على أبي زبير ورواه أبو زبير عن جادر قال كنا نعف استبال إلا في حج أو عمر قال أبو داود الاستحداث حلق العالم حدثنا مسدد حدثنا يحيا وحدثنا مسدد حدثنا سفيان المعنى عن ابن عجلان عن عمر ابن شعيب عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفف الشيء ما من مسلم يشيء شيبة في الإسلام قال عن سفيان إلا كانت له نورا يوم القيامة وقال في حديث يحيا إلا كتب الله له بها حكمة وحق عنه بها خطيئة حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلم وسليمان بن يسار عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصار لا يصبغون تخالفوهم حدثنا أحمد بن عمر بن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالا حدثنا حدثنا إبن جريج عن أبي الزبيع عن جابر بن عبد الله قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالتغامة بياضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتني بالسواه حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به هذا الشيء الحناء والكتب حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد قال حدثنا إياد عن أبي ريثة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان أخضران حدثنا محمد بن العلاء حدثنا بإدريس قال سمعت ابن أفجر عن إياد ابن لقيق عن أبي ريثة في هذا الصبر قال فقال له أبي أرمي هذا الذي بظهر فإني رجل طبيب قال الله الطبيب بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن إياد ابن لقيق عن أبي ريثة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي فقال لرجل أو لأبي من هذا قال ابن قال لا تجني عليه وكان قد لطخ نحيته بالحنة حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن سارة عن أنس أنه سئل عن حضاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم يخضب ولكن قد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنكما حدثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان حدثنا عمر بن محمد حدثنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورث والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك حدثنا عثمان بن أبي شيفة حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا محمد عن حميد عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا قال فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا قال فمر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله حدثنا أبو توبة حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالثواب كحوافل الحمامة لا ينحون رائحة الجنة حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارف بن سعيد عن محمد بن جحادة عن حميد الشاهي عن سليمان المنبهي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهده فاطمة وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة فقدم من غذاة له وقد علقت نسحا أو سترا على بابها وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة فقدم فلم يدخل فظنت أن ما منعه أن يدخل ما رأى فهتكت السطر وفككت القلبين عن الصبيين وقطعته بينهما فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يكيان فأخذه منهما وقال يا ثوبان اذهب بهذا إلى آل فلان أهل بيت بالمدينة إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا يا ثوبان حدثنا وقد ابن بقية عن خالد عن سعيد عن قتابة عن أنت بمعنى حديث عيسى بن يونس زاد فكان في يده حتى قبض وفي يد أبي بكر حتى قبض وفي يد عمر حتى قبض وفي يد عثمان فبينما هو عند بئر سقط في البئر فأمر بها فنزح فلم نقدر عليه حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح قالا حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أنت قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق قصه حبشي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا حميد الطويل عن أنت بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه حدثنا نصير بن الفرد حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل قصه مما يلي بطن شفه ونقش فيه محمد رسول الله فتخذ الناس خواتم الذهب فلما رأهم قد اتخذوها رماده وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله ثم لبس الخاسم بعده أبو بكر ثم لبسه بعد أبي بكر عمر ثم لبسه بعده عثمان حتى وقع في بئر أليس قال أبو داود ولم يخترف الناس على عثمان حتى سقط الخاسم من يده حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا ثم ساق الحديث حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو عاطم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوه فلم يجدوه فتخذ عثمان خاسما ونقش فيه محمد رسول الله قال فكان يختم به أو يتختم به حدثنا محمد بن سليمان لوين عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاد عن أنث بن مالك أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنع الناس فنبثوا وطرح النبي صلى الله عليه وسلم طرحنا قال أبو داود رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر كلهم قال من ورق حدثنا مسدد حدثنا المعتمد قال سمعت الركين بن الربي يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسعود كان يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيء وجر الإذار وتختم بذهب وتبرج بذيلة لغير محلها والضرب بالكعاب والرقى إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعدل الماء لغير أو غير محله أو عن محله وفساد الصبي غير محرم قال أبو داود إن فرد بإثناد هذا الحديث أهل البصرة والله أعلم حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزم المعنى أن زيد بن حباب أخبرهم عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي أبي طيبة عن عبد الله بن برين عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه فقال لك ما لي أجد من كريح الأطمام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من خديد فقال ما لي أرى عليك حية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال اتخذه من ورد ولا تكمه مثقالا ولم يقل محمد عبد الله بن مسلم ولم يقل الحسن السلمي المروزي حدثنا ابن المثنى وزياد بن يحيا والحسن بن علي قالوا حدثنا سهل بن حماد أبو عتا حدثنا أبو مكين نوح بن ربيع حدثني إياس بن الحارف بن المعيحين وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فطر قال فربما كان في يده قال وكان المعيحيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا آخر بن كليب عن أبي برد عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسزدني واذكر بالهداية هداية الطريق واذكر بالسداد تسديدا كالسهنة قال ولهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى شك عاصم ولهاني عن القسية والميثرة قال أبو بردة فقلنا لعلي ما القسية قال ثياب تأتينا من الشام أو من مصف مضلعة فيها أنثال أترج قال والميثرة شيء كانت تصنعه نساء لبعولته حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهو أخبرني سليمان بن بلان عن شريك ابن أبي نمرة عن إبراهيم ابن عبد الله بحلين عن أبي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريك وأخبرني أبو سلم ابن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه حدثنا نصر بن علي حدثني أبي حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وكان فرصه في باطن كثه قال أبو داود قال ابن إسحاق وأسامة يعني ابن زيد عن نافع بإسناده في يمينه حدثنا هلاد عن عبد عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال رأيت على الصلت ابن عبد الله بن نوفل ابن عبد المطلب خاتما في سنفره اليمنى فقلت ما هذا قال رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على بغرها قال ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك حدثنا علي بن سهل وإبراهيم بن الحفن قالا حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عمر بن حفن النعام رب عبد الله قال علي بن سهل بن سبير أخبره أن مولاثا لهم ذهبت بدنة الزبير إلى عمر بن الخفطان وفي رجلها أجراء فقطعها عمر ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مع كل جرة شيطان حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا روح حدثنا ابن جريج عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن حسان الأنقار عن عائشة قالت بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يخوط فقالت لا تدخلنها علي إلا أن تخطع جلاجلها وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرة حدثنا نوسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي المعنى قالت حدثنا أبو الأشهد عن عبد الرحمن بطرفة أن جدته عرعجة بن أسعد وضع عنفه يوم الكلاة فتخذ أنفا من ورد فأنتنى عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فتخذ أنفا من له حدثنا الحفر بن علي حدثنا يزيد بن هاروع وأبو عاقم قالا حدثنا أبو الأشهد عن عبد الرحمن بطرفة عن عرفجة بن أسعد بمعنى قال يزيد قلت لأبي الأشهد أدرك عبد الرحمن بطرفة جده عرفجة قال نعم حدثنا مؤمل ابو هشام حدثنا إسماعيل عن أبي الأشهد عن عبد الرحمن بطرفة عن عرفجة بن أسعد عن أبي أن عرفجة بمعنى حدثنا ابن نوفيل حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن إسحار قال حدثني أخي ابن عباد عن أبيه عباد بعبد الله عن عائشة رضي الله عنها قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها لا فيها خاتب من ذهر فيه فص حبشي قال فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابع ثم دعى أمامة ابنة أبي العاف ابنة ابنته زينا فقام تحلي بهذا يا بدي حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني إذا محمد عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن ناث ابن عياش عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يسول من أحب أن يطوق حبيبه tror ومن أحب أن يسور حبيبه ثوارا من نار فليسوره ثوارا من ذهة ولكن عليكم بالفضة فلعبوا بها حدثنا مسدد حدثنا أبو عوالة عن منصور عن ربعي بن حراش عن امرأة عن أخذ لخذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به أما إنه ليس من كن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان بن يزيد العطار حدثنا يحيى أن محمود بن عمر الأنصاري حدثت أن أثناء بنت يزيد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة تقلدت قلالة من ذهب قلدت في علقها مثله من النار يوم القيامة وأي امرأة جعلت في أذنها قرصا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل حدثنا خالد عن ميمون القمناد عن أبي قلالة عن معاوية ابن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا قال أبو داود أبو قلابة لن يلقى معاوية حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن أعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابه هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء فأثره كما يتر رجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه حدثنا هرون بن عبد الله حدثنا أبو داود الحفري عن بدر بن عثمان عن عامر عن رجل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفنان حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحنصي حدثنا أبو المغيرة حدثني عبد الله بن سالم حدثني العلاء بن عثبة عن عمير بن هالئن العنسي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول كنا قعودا عند رسول الله فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاف فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاف قال هي حرب وحرب ثم فتنة السراء دخلها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون ثم يصلح الناس على رجل كورك على ظلع ثم فتنة الدهيما لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل انقضى فماذا يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يطير الناس إلى فصطابين فصطاب إيمان لا نفاق فيه وفصطاب نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا ابن فروغ أخبرني أسامة بن زيد أخبرني ابن لقبيصة ابن ذؤيد عن أبيه قال قال حزيفة بن يمان والله ما أدري أنت لأصحابي أم تناتوا والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاثمئة فصاعدة إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم غفيرته حدثنا مستدد حدثنا أبو عوانة عن قسادة عن نصر بن عاطم عن سبيع بن خالد قال أتيت الكوفة في زمن فتحت تشتر أجلب منها بغالة فدخلت المسجد فإذا صدع من رجال وإذا رجل جالت تعرف إذا رأيت أنه من رجال أهل الفجال قال قلت من هذا فتجه من القوم وقال أما تعرف هذا هذا حزيفة بن يمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حزيفة إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر فأحدقه القوم بأبصارهم فقال إني أرى الذي تنكرون إني قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطان الله هيكون بعده شر كما كان قبله قال نعم قلت فما العزمة من ذلك قال السيد قلت يا رسول الله ثم ماذا يكون قال إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه وإلا فمت وأنت عاط بجذل شجرة قلت ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال معه نقر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره قال قلت ثم ماذا قال ثم هي قيام الساعة حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قسادة عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد يشكري بهذا الحديث قال قلت بعد السيد قال بغية على أقذاء وهدنة على دخن ثم ساق الحديث قال وكان قسادة يضعه على عدة التي في زمن أبي بكر على أقذاء يقول قذن وهدنة يقول طلح على دخن على ضغاء حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنعي حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن حميد عن نصر بن عاصم قال أتينا اليشكري في رحط من بني لي فقال من القوم قلنا بن لي أتيناك نسألك عن حديث حذيفة فذكر الحديث قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر قال فتنة وشر قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير قال يا حذيفة تعلم كتاب الله وتبع ما فيه ثلاث ررار قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير قال هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم قلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ما فيه قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه قال قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار فإن تمت يا حذيفة وأنت عابض على جدن خير لك من أن تتبع أحدا منهم حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح عن قصر بن بدر الأجلي عن سبيع بن خالد بهذا الحديث عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب حتى تموت فإن تمت وأنت عابض وقال في آخره قال قلت فما يكون بعد ذلك قال لو أن رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن عيد بوهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملايع إباما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاعه فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر قلت أنت تنأت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي ووعاه قلبي قلت هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نفعل ونفعل قال أضعه في طاعة الله وعطه في معصية الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اخترب أفلح من كف يده قال أبو داود خدثت عن ابن وهب قال حدثنا جرير محاذب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاطروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح حدثنا أحمد بن صالح عن عنبثة عن يونس عن الزهرية قال وسلاح قريب من خيف حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال حدثنا حمد بن زيد عن أيوب عن أبي خلابة عن أبي أثناء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض أو قال إن ربي زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما ذوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يحلكها بسنة بعامة ولا يطلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاءا فإنه لا يرد ولا أحلكهم بسنة بعامة ولا أصلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال بأقطارها حتى يكون بعضهم يحلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا وإنما أخاف على أمة فإمة المضلين وإذا وضعت خيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تنحف قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمة أوثان وإنه سيكون في أمتي كالزابون ثلاثون كلهم يزعب أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد ولا تزال طائفة من أمتي على الحق قال ابن عيسى ظاهرين ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله حدثنا محمد بن عوف للطائف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثني أبي قال ابن عوف وقرأت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك يعني الأشعر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أجاركم من ثلاث خلال أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق وأن لا تجتمعوا عن ضلال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الرحمن عن خفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن الفراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال تدور رحل إسلام لخمس وتلاثين أو ست وتلاثين أو سبع وتلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلأ وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما قال قلت أن مما بقي أو مما مضى قال قال أبو داود من قال خراش فقد أصدر حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بثة حدثني يونس عن ابن شهاد قال حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أباه غيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرد قيل يا رسول الله أيته قال القتل القتل حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وطيع عن عثمان الشحام قال حدثني مسلم بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة يكون المتجع فيها خيرا من الجالس والجالس خيرا من القائم والقائم خيرا من الماشي والماشي خيرا من الساعة قال يا رسول الله ما تأمرني قال من كانت له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه قال فمن لم يكن له شيء من ذلك قال فليعمد إلى سيف فليضرب بحجه على حرة ثم لينجو واستطاع النجاة حدثنا يزيد بن خالد الغني حدثنا مفضل عن عياش عن بكير عن بسر بن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن لأسجعي أنه سنع فعد بن أبي وقاف عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فقلت يا رسول الله أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتل لي قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كذي آدم وتلا يزيد لئن بسط إلي يدك حدثنا عمر بن عطمان حدثنا إذاب بن خراش عن القاسم بن غزوان عن إسحاق بن راشد لجزريب عن سادا حدثني عمر بن وابسط الأسدي عن أبيه وابسة عن ابن مسعود قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بعض حديث أبي بكر قال قتلها كلهم في النهر قال فيه قلت متى ذلك يا ابن مسعود قال تلك أيام الهرج حيث لا يأمن الرجل جليسة قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان قال تكف لسانك ويدك وتكون حلسا من أحناس بيتك فلما قتل عثمان طار قلبي مطارا فركبت حتى أتيت جبش فلقيث خريم بن فاتك فحدثت فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسنعه من تصول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنيه بن مسعود حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارف بن سعيد عن محمد بن جحاذة عن عبد الرحمن بن سروان عن هزيفي عن أبي موسى الأشعري قال قال أسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كفطع النيل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والناشي فيها خير من الساعة فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير بني آدم حدثنا أبو الوليد الطيارسي حدثنا أبو عوانة عن رخبة بن مسقلة عن عون بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن يعني أن ثمرة قال كنت أخذا بيد بن عمر في طريق من طرق المدينة إذ أتى على رأس منصوب فقال شقي قاتل هذا فلما مضى قال وما أرى هذا إلا قد شقي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فلقل هكذا فالقاتل في النار والمقتول في الجنة قال أهو داود رواه الثوري عن عون عن عبد الرحمن بن سمير أو سميرة ورواه ليس بن أبي سليم عن عون عن عبد الرحمن بن سميرة قال أبو داود قال لي أن حسن بن علي حدثنا أبو الوليد يعني بهذا الحديث عن أبي عوانا وقال هو في كتابي ابن سبرة وقالوا سبرة وقالوا سميرة هذا كلام أبي الوليد حدثنا مفدد حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن المشاعف بن طريف عن عبد الله بن الصامد عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعدي تذكر الحديث قال أبي كيف أنت إذا أقاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر قلت الله ورسوله أعمى أو قال ما خار الله لي ورسوله قال عليك بالصبر أو قال تصبر ثم قال لي يا أبا ذر قلت لبيك وسعدي قال كيف أنت إذا رأيت أحجار البيت قد غرقت في الدم قلت ما خار الله لي ورسوله قال عليك بمن أنت منه قلت يا رسول الله أفلا أخذ سيفي وأضعه على عاتقي قال شاركت القوم إذن قلت فما تأمرني قال تلزم بيتك قلت فإن دخل علي بيت قال فإن خشيت أن يبهرك سعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثنك وإثنك قال أبو داود لم يذكر المشعة في هذا الحديث غير حماد بن زيد حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عثان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصل من أحوال عن أبي كبشة قال سمع أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كفقع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي قال فما تأمرون قال كونوا أحناس بيوتكم حدثنا إبراهيم بن الحسن المسلسي حدثنا حجاد يعني ابن محمد حدثنا ليس بن ساع قال حدثني معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبي عن المفداد بن الأسود قال أي مبار لقد صمعت رسول الله ثم الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن اكتلي فصبر فواه حدثنا عبد الملك بن سعيب بن الليث حدثني بن وغب حدثني الليث عن يحيى بن سعيد قال قال خالد بن أبي عمران عن عبد الرحمن بن البي لباني عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف لها استشرفت لك وإشراف اللثان فيها كوقوع السيح حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا ليث عن طاووس عن رجل يقال له زيان عن عبد الله بن عمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيح قال قال داود رواه الثوري عن ليث عن طاووس عن الأعجاب حدثنا محمد بن عيث بن الطباء حدثنا عبد الله بن عبد القدوس قال زياد في مين كوف حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعفعة عن أبي عن أبي سعيد الخدري قال قال أقول الله صلى الله عليه وسلم يوشف أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شغف الجبان ومواقع القطر يفر بدينه من الختن حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال خرجت وأنا أريد يعني في الختن فلقيني أبو بكر فقال رجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في نار قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه أراد قتل صاحب حدثنا محمد بن المتوكل العقلاني حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن الحسن بإسناده ومعنى مختصر حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا محمد بن شعيب عن قالب بن جهقان قال كنا في غزوة الحسنطينية بذلقيا فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك له يقال له هاني ابن كنثوم بن شريك الكناني فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه قال لنا خالد فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء تقول سمعت أب الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفر إلا من ناس مشرفا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا فقال هاني ابن كنثوم سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة ابن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قال لنا خالد ثم حدثني ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا صاب دما حراما بلح وحدث هاني ابن كنثوم عن محمود بن الربيع عبادة ابن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نجلب نمسوا حدثنا عبد الرحمن بن عمر عن محمد بن مبارك حدثنا صدقة ابن خالد أو غيره قال قال خالد ابن ذيقان سألت يحيى ابن يحيى الغسان عن قولها صبط بقتل القال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يتغفر الله يعني من ذلك قال على زاود فاعقبط يصب دمه صبا حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد أخبرنا عبد الرحمن بن إسحا عن أبي الذناد عن مجالد بن عوف أن خارجة ابن زيد قال سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول أنزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها بعد النتي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفذ الذي حرم الله إلا بالحق بستة أشهر حدثنا يوسف الدموسى حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس فقال لما نزلت التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفذ الذي حرم الله إلا بالحق قال مشرك أهل مكة قد قتلنا النفذ الذي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا الفواحش فأنذر الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدر الله صيئاتهم حسنا فهذه لأولئك قال وأما التي خلسا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجداؤه جهنم الآية قال رجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا توقت له فذكرت هذا لمجاهد الفقار إلا من ندم حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا حجاج عن ابن جريح حدثني أعلى عن سعيد بن جبيح عن ابن عباث في هذه القصة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر أهل الشرق قال ونزل يا عباد الذين أترطوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن المغيرة ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نتخها شيء حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن حليمان التيني عن أبي مجلز في قولة ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال يجزاؤه فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعنه حدثنا متدد حدثنا أبو الأحوح سلام بن سليم عن منصور عن هلال بن يساء عن سعيد بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فعظم أمرها فقلنا أو قال يا رسول الله لئن أدركتنا هالث لتهلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إن بحسبكم القطن قال تعيد فرأيت إسواني قتل حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا كثير بن هشام حدثنا المسعدي عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة المرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والذلازل والقتل حدثنا عمر بن عثمان حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن أبي عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنى عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهم قلت لأبي ما يقول قال كلهم من خريش حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وغير حدثنا زاود عن عامل عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثنين عشر خليفة قال فكبر الناس وضجوا ثم قال كلمة صفيفة قلت لأبي يا أهدفة ما قال قال كلهم من خريش حدثنا إذن نفيل حدثنا زهير حدثنا زياد بن خيثمة حدثنا الأسود بن سعيد للغمداني عن جابر بن سمرة بهذا الحديث زاد فلما رجع إلى مندله أسته قريش فقالوا ثم يكون ماذا قال ثم يكون الهرج حدثنا مستدد أن عمر بن عبيد حدثهم وحدثنا محمد بن العلام حدثنا أبو بكر يعني عن عياش وحدثنا مسدد حدثنا يحيا عن فكيان وحدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا زائدة وحدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني عبيد الله بن موسى عن فطر المعنى واحد كلهم عن عاصم عن ذر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم قال زائدة في حديثه لطول الله ذلك اليوم ثم اتفقوا حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواقع اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي زاد في حديث سطر يملأ الأرض قصطا وعدا كما ملأت ظلما وجورا وقال في حديث سفيان لا تذهب أو لا تنقض الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواقع اسمه اسمي قال أبو داود لفظ عمر وأبي بكر بمعنى سفيان حدثنا عطمانه أبي شيبة حدثنا الفضل بن جكين حدثنا فطر عن القاسم بن أبي بذة عن أبي طفيل عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عبلا كما ملأت جورا حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عطل الله بن جعفر من رقي حدثنا أبو المليح الحسن بن عمر عن بياذ بن بيان عن علي بن نفير عن سعيد بن المسي عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عطرتي من ولد فاطم قال عطل الله بن جعفر وسمعت أبو المليح يثني على علي بن نفير ويذكر منه صلاح حدثنا سهل بن تمام بن بذية حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي نظرة عن أبي تعيد الخضرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النهدي مني أجل الجبهة أخنا الأن يملأ الأرض قصطا وعدلا كما ملأت جورا وظن يملك سبعة حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاب بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن صاحب الله عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كارث فيبايعونه بين الرقن والمقام ويبعث إليه بعث من أهل الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعطائب أهل العراق فيبايعونه بين الرقن والمقام ثم ينشأ رجل من قريش أخوانه كلم فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلم والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلم فيقتم المال ويعمل في الناس لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويلقي الإسلام بجيرانه في الأرض فيلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون قال أبو داوود قال بعضهم عن هشام سنين وقال بعضهم سبع سنين حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الصمد عن همام عن قسادة بهذا الحديث وقال تسعة سنين قال أبو داوود وقال غير معاذ عن هشام تسعة سنين حدثنا أبو المثنى حدثنا عمر بن عاصم حدثنا أبو العوام حدثنا قسادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وحديث معاذ أتم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد الله بن القفية عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة جيش خص قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن كان كارئا قال يخسف به ولكن يبعث يوم القيامة على ديته قال أبو زاود حدث عن هارون بن المغيرة قال حدثنا عمر بن أبي خيث عن شعيب بن خالد عن أبي إسحاف قال قال علي رضي الله عنه ونظر إلى ابنه الحسن وقال إن ابني هذا سيد كما تماه النبي صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى اسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق ثم ذكر قصة يملأ الأربعة وقال هارون حدثنا عمر بن أبي خيث عن مطرف ابن طريف عن أبي الحسن عن هلال ابن عمر قال سمعت علي رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رجل من وراء النهر يقال له الحارف بن حراف على مقدمته رجل يقال له منصور يوطئ أو يمتن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على كل مؤمن نصره أو قال إجابته حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا بن وهب أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعاكر عن أبي علقم عن أبي هريرة فيما أعلم عن غسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث بهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينه قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن شريح الإستندراني لم نجز به شراحيل حدثنا المخيدي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن حسانة عصية غارة مال مكهول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معه حدثنا عن جبير بن نفير عن الهدنة قال قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغذون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليل فيقول غلب الصليل فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك تغذره وتجمع للملحمة حدثنا مؤمن بن الفضل الحراني حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمر عن حسان بن عطية بهذا الحديث وزاد فيه ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود ورواه روح ويحيى بن حمزة وبشر بن بكر عن الأوزعي كما قال عيدي حدثنا عباس العنبري حدثنا ناشم بن القاتم حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن أوفان عن أبي عن مجحول عن جبير بن نخير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراغ يترب وخراغ يترب فخروج الملحمة وخروج الملحمة فرح قسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجالة ثم ضرب بيده على تخذ الذي حدثه أو من كبث ثم قال إن هذا لحق كما أنك هاهنا أو كما أنك قاعد يعني معاذ بن جبل حدثنا عصر الله بن محمد المفيلي حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان الغساني عن يزيد بن قتيب السكوني عن أبي بحري عن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر حدثنا حلوة بن سريح الخنسي حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن ابن أبي بلان عن عبد الله بن بسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال بين الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج المسيح الدجال في السارع قال أبو داود هذا أصح من حديث عيسى حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا بشر بن بكر حدثنا ابن جابر حدثني أبو عبد السلام عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشف الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السير ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكرافية الموت حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا بن جابر حدثني زيد بن أرطأة قال سمعت ذبير بن نفير يحدث عن أبي الدردان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فصاق المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام قال أبو داود حدثت عن ابن وهب قال حدثني جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحافروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح حدثنا أحمد بن صالح عن عنبثة عن يونس عن الزهري قال وسلاح قريب من حيفر حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا إسماعيل وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الحسن بن سوار حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان بن سليم عن يحن بن جابر الطائب قال هارون في حديثة عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين سيفا منها وسيفا من عدوها حدثنا عيسى بن محمد الرملي حدثنا ضمرة السيبان عن أبي سكينة رجل من المحررين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوا الحبشة ما ودعوكم وتركوا الترك ما تركوكم حدثنا قطيبة حدثنا يعقوب يعني إسكندرالي عن سهيل يعني أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر حدثنا قطيبة وابن السرح وغيرهما قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسي عن أبي هريرة رواية قال ابن السرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعانهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغارا أعين ذلف الآن في كأن وجوههم المجان المطرقة حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا خلاد بن نحيا حدثنا بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقاتلكم قوم صغار أعين يعني الشرح قال تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقوهم بجزيرة العرب فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض وأما في الثالث فيفطلمون أو كما قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارث حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا سعيد بن جمهان حدثنا مسلم بن أبي بكرة قال سمعت أبي يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ناس من أمتي في غائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكتر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين قال عليحيا قال أبو معمر وتكون من أمصار المسلمين فإذا كان في آخر الزمان جاء بن قنطوراء قراب الوجوب صغار أعين حتى ينزلوا على شط النقر فيتفرق أهلها ثلاث فرق فرقة يأخذون أذناب البقر والذرية وهلأ وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء حدثنا عبد الله بن الصباح حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمت حدثنا موسى الحمار لا أعلمه إلا ذكره عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أنس إن الناس يمصرون أمصارا وإن نصرا منها يقال له البطرة أو البطيرة فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وتباخها وتلاءها وتوقها وباب أمرائها وعليك بضواحيها فإنه يكون بها أسف وقذف ورجل وقوم يبيثون يصبحون قرادة وخنادي حدثنا محمد بن المثنى حدثني إبراهيم بن صالف بن جرهم قال فمعت أبي يقول انطلقنا حاجين فإذا رجل فقال لنا إلى جنبكم قرية يقال لها الأبل قلنا نعم قال من يضمن في منكم أن يصلي لي في مسجد العشار رجعتين أو أربعة ويقول هذه لأبي هريرة سمعت خبيدي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعد من مسجد العشار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء قدر غيرهم قال أبو داود هذا المسجد مما يلنه حدثنا القاسم بن أحمد البغدادي حدثنا أبو عامر عن ذهير بن محمد عن موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حليل عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الشعب إلا بس ويقتين من الحبشة حدثنا مؤمل بن هشام حدثنا إسماعيل عن أبي حيان السيمي عن أبي زرعة قال جاء نقر إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث في الآيات أن أولها الدجان قال انصرفت إلى عبد الله بن عمر فحدثته فقال عبد الله لم يقل شيئا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أولا آيات خروجا فلوع الشمس من مغربها أو الدابة على الناس برحا فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إحيها قال عبد الله وكان يقرأ الكتب وأغن أولهما خروجا فلوع الشمس من مغربها حدثنا مسدد وهناد المعنى قال مسدد حدثنا أبو الأحوث حدثنا فراك القزاز عن عامل بن واثلة وقال هناد عن أبي طفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكون أو لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر آيات فروع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى ابو مريم والدخان وثلاثة ختوف خسف بالمغرب وخسف بالمشرخ وخسف بججيرة العرق وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحرق حدثنا أحمد بن أبي شعي بن الحرام حدثنا محمد بن الفضير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي مريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثني عقبة بن خالد السكوني حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفظ بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشف الفراث أن يحفر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيء حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثني عقبة يعني ابن خالد حدثني عبيد الله عن أبي الزناد عنه أعرض عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال يحفر عن جبل من ذهب حدثنا الحسن بن عمر حدثنا جرير عن منصور عن ربعي بن سراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة لأنا بما مع الثجال أعلم منه إن معه بحرا من ماء ونهرا من نار فالذي ترون أنه نار ماء والذي ترون أنه ماء نار فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أنه نار فإنه سيجده ماء قال أبو مسعود البدري هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث نبي إلا قد أنظر أمته الدجال الأعور الكذاب ألا وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعوار وإن بين عينيه مكتوبا كافا حدثنا محمد بن المثنة عن محمد بن جعفر عن شعبة كافا حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال يقرأه كل مسلم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير حدثنا قميد بن هلال عن أبي الدهماء قال سمعت عمران بن حسين يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأعن فوالله إلا الرجل ليأتيه وهو يحفظ أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهة أو لما يبعث به من الشبهة هكذا قال حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثني بحير عن خالب بن معبان عن عمر بن الأسود عن جنادة ابن أبي أمية عن عبادة ابن الصامد أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعكنوا إن مكيح الدجال رجل قصير أدحج جعد أعور مضغوث العين ليس بناتئة ولا حجر فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعوى قال أبو داود عمر بن الأسود ولي القضاء حدثنا صفوان بن صالح للدمشقي المؤذن حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر حدثني يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبي بن نفير عن أبي عن النواس بن سمعان الكلابي قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ونفس فيكم فامرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم فمن أدركه منكم فليقرأ عليه ثواتح سورتك فإنها جواركم من فتنته قلنا وما لدته في الأرض قال أربعون يوما يوم كثنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيانه كأيانكم قلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كثن أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة قالنا اخدروا له قدرة ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركه عند باب رد فيقتله حدثنا عيسى بن محمد حدثنا ضمرة عن السيباني عن عمر بن عبد الله عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوة وذكر الصلوات مثل معناه حدثنا حفظ بن عمر حدثنا همام حدثنا قسادة عن سالم بن أبي الجعر عن معدانة أبي طلحة عن حديث أبي درداء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من حفظ عشر آيات من أول سورتك عقم من فتنة الدجان قال أبو داود وكذا قال هشام من الدستواء عن حسادة إلا أنه قال من حفظ من خواتيم سورتك وقال شعب عن حسادة من آخرك حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن يحيا عن حسادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني وبينه نبي يعني عيسى وإنه نازل فإذا رأيتموه فعلكوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممطرتين كأن رأته يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الأسلام فيدق الصليل ويقتل الحنذير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح السجال فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون حدثنا النخيلي حدثنا عثمان بن عبد الرحمن حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلم عن فاطمة بن جقيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرق فقال إنه حبثني حديث كان يحدثنيه سميم للداري عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر فإذا أنا بامرأة تجر شعرها قال ما أنت قال أنا الجساسة اذهب إلى ذلك القصر فأتيت فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض فقلت من أنت قال أنا التجاه خرج نبي الأميين بعد قلت نعم قال أطاعوه أم أطاعوه قلت بل أطاعوه قال ذاك خير لهم حدثنا حجاج بن أبي أحوه حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي قال سمعت حسين من المعلم حدثنا عبد الله بن غريدة حدثنا عامر بن شراحيل الشعبي عن فاطمة بن جقيت قالت سمعتم نادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أن الصلاة جامعة فخرجت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة جلس على المنبر وهو يضحى قال يلزم كل إنسان مصلاة ثم قال هل تدرون لما جمعتكم قال الله ورسوله أعلى قال إني ما جمعتكم برخبة ولا رغبة ولكن جمعتكم أن تميما الدارية كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي حدثكم عن التجاب حدثني أنه ركب في سفينة البحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموت شهرا في البحر وأرفأوا إلى جزيرة خين مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر قالوا ويلك ما أنت قالت أنا الجساة انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق قال لما تمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيصانا فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الزير فإذا فيه أعظم إنسان وأيناه قف خلقا وأشده وثاقة مجموعة يداه إلى عوقت فذكر الحديث وسألهم عن نسل بيسان وعن عين زغر وعن النبي الأمي قال إني أنا المسيح وإنه يوشف أن يؤذنني في الخروض قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو مرتين وأو مأبيده قبل المشرق قالت حفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث حدثنا محمد بن صدران حدثنا المعتمد حدثنا إسماعيل أبي خالد عن مجالب بن سعي عن عامر قال حدثتني فاطمة بن تقي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعدا من بر كان لا يصعد عليه إلا يوم جمعة قبل يوم إذ ثم ذكر هذه القصة قال أبو داود وابن صدران بصري غرق في البحر مع ابن مسور لم يسلم منكم غيره حدثنا وافل بن عبد الأعلى أخبرنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنكذ طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبس فلقيهم الجسافة قلت لأبي سلمة وما الجسافة قال امرأة تجر شعر جندها ورأسه قال في هذا القصة فذكر الحديث وسأل عن نسل بيتان وعن عين زغر قال هو المسيح فقال لي ابن أبي سلمة إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته قال شهد جابر أنه هو ابن صياد قلت فإنه قد مات قال وإن مات قلت فإنه أسلم قال وإن أسلم قلت فإنه قد دخل المدينة قال وإن دخل المدينة حدثنا أبو عاصم كشيش بن أسرم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن الثالب عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن صائد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع العلمان عند أطوء بني مغالة وهو غلام فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيته ثم قال أتشهد أني رسول الله قال فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول أميين ثم قال ثم تأتي السماء بدخان مبين قال ابن خياد هو الدخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخفأ فلن تعز وقدره فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فأضر بعوقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن فلن تسلط عليه يعني الزجان وإلا يكن هو فلا خير في قتله حدثنا قصيفة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن موسى بعقبة عن ناسع قال كان ابن عمر يقول والله ما اشك ان المسيح الدجال بن صياد حدثنا ابن معاذ حدثنا ابي حدثنا شغبة عن قاد بن ابراهيم عن محمد بن المنكد قال رأيت جابر ابن عبد الله يحلف بالله انا ابن صائد الدجال فقلت تحلف بالله فقال اني تمعت عمر يحلف على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا احمد بن ابراهيم حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى حدثنا شيدان عن الأعمش عن سالة عن جابر قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا عبد العديد يعني احمد عن العلاء عن عبيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأج ثلاثون دجالين كلهم يدعم أنه رسول الله حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا محمد يعني ابن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأج ثلاثون كذابا بجالا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن مغيرة عن ابراهيم قال قال عبيدة السلماني بهذا الخبر قال فذكر نحوه فقلت له أترى هذا منهم يعني المختار فقال عبيدة أما إنه من الرؤوس حدثنا عبد الله بن محمد النفير حدثنا يونس بن راشد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان رجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصل فإنه لا يحل له ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال دعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لساني داود وعيسى بن مريم إلى قول التاسفون ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأخذنه على الحق أسرا ولتأخذنه على الحق أسرا حجثنا سلف بن هشام حجثنا أبو شهاد الحماط عن العلائب المسيد عن عمر بن مرة عن سالم عن أبي عبيد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه زاد أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم قال أبو جاود رواه المحارجي عن العلاء بن المسيد عن عبد الله بن عمر بن مرة عن سالم الأفقف عن أبي عبيدة عن عبد الله ورواه خالب الطحان عن العلاء عن عمر بن مرة عن أبي عبيدة حجثنا وهو بن بقية عن خالد وحدثنا عمر بن عون أخبرنا هشيم المعنى عن إسماعيل عن قيس قال قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضحة عليكم أنفسكم لا يضركم من ضم إذا سديتم قال عن خالد وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالمة فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاة وقال عمر عنه شيء وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعمل شيء فيهم بالمعاقي ثم يخذرون على أن يغيروا ثم لم يغيروا إلا يشف أن يعمهم الله منه بعقاة قال أبو داود ورواه كما قال خالد أبو أسامة وجماعة وقال شعبة فيه ما من قوم يعمل فيهم بالمعاقي هم أكثر ممن يعملوا حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوى حدثنا أبو إسحاء أظنه عن ابن جرير عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاقي يخذرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا حدثنا محمد بن العلاء وهناد بن السريق قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده وقطع هناد بقية الحديث وفاه بن العلاء فإن لم يستطع فبلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإيمان حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي حدثنا ابو المبارك عن عطبة بن أبي حكيم قال حدثني عمر بن جارية اللخني حدثني أبو أمية الشعباني قال سألت أبا فعلبة الخشنية فقلت يا أبا فعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل اعتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شطحا مطاعا وهوى المتبعة ودنيا مغفرة وإعجابك لدي رأي برأيك فعليك يعني بنفسك ودعا كالعوام إن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيه مثل قض على الجمع للعامل فيه النبت أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله وزادني غيره قال يا رسول الله أجر خمسين منهم قال أجر خمسين منهم حدثنا القعنبي أن عبد العزيز بن أبي حازم حدثهم عن أبيه عن عمارة بن عمر عن عبد الله بن عمر بن العاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى حسالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلق فكانوا هكذا وشبك بين أقابع فقالوا وكيف بنا يا رسول الله قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنفرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم قال أبو داود هكذا روي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا لفضل بن دكين حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن هلالة خباب أبي العلا قال حدثني عكيمة حدثني عبد الله بن عمر بن العاف قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ ذكر الفكن فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أطابعك قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداء قال إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العام حدثنا محمد بن عبادة الواسطي حدثنا يديد يعني ابن هارون أخبرنا إسرائيل حدثنا محمد بن دحادة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر حدثنا محمد بن العلا أخبرنا أبو بكر حدثنا مغيرة بن زياد الموصري عن علي بن عديد عن العرس بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكريهها وقال مرة أنكرها كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاد عن مغيرة بن زياد عن علي بن عديد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال من شهدها فكريهها كان كمن غاب عنها حدثنا سليمان بن حرب وحقف بن عمر قال حدثنا شعبه وهذا نطلط عن عمر بن مرة عن أب بختري قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقال سليمان حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرية قال أخبرني تالم بن عبد الله وأبو بكر بن سليمان أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته فلما تلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه إن على ربط مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد قال ابن عمر فوهد الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتحدثون عن هذه الأحاديث عن بئة سنة وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض يريد أن ينخرم ذلك القرض حدثنا موسى بن سهل حدثنا حجاج بن إبراهيم حدثنا بن وهب حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي عن أبي فعلبة الخشنية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم حدثنا عمر بن عثمان حدثنا أبو المغيرة حدثني صفوان عن شريح بن عبي عن سعد بن أبي وقال أنا نبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم قيل لسعد وكم نصف ذلك اليوم قال خمسمائة سنة حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن أكرمة أن علي عليه السلام أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال لم أكن لأحرقهم بالنار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعجبوا بعذاب الله وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقفروه فبلغ ذلك علي عليه السلام فقال ويح بن عفا حدثنا عمر بن عون أخبرنا أبو معاوية عن أعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروح عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحداثنا أتيب الزاني والنفس بالنفس وتارف لدينه المفارق للجماعة حدثنا محمد بن سنان للباهلي حدثنا إبراهيم بن طخمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رئي المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد عشطان فإنه يرجم ورجل فرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يطلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها حدثنا أحمد بن خنبل ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال ومسدد حدثنا قرة بن خالد حدثنا حميد بن هلال حدثنا أبو بردة قال قال أبو موسى أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساك فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم ساك فقال ما تقول يا أبو موسى أو يا عبد الله بن قيس قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل وكأني أنظر إلى ثواته تحت شفته قلطا قال لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده ولكن اذهب أنت يا أبو موسى أو يا عبد الله بن قيس فبعته على اليم ثم أتبعه معاذ بن جبل قال فلما قدم عليه معاذ قال اندل وألقى له وسادة وإذا رجل عنده موسى قال ما هذا قال هذا كان يفوديا فأسلم في مراجع دينة في نفسه قال لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله قال اجلس نعم قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل ثم تذاكرا قيام الليل فقال أحدهما معاذ بن جبل أما أنا فأنام وأقوم أو أقوم وأنام وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي حدثنا الحسن بن علي حدثنا الحماني يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن طلحة بن يحيا وبغيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قدم علي معاذ وأنا باليمن ورجل كان يهوديا فأسلم فارتد عن الإسلام ولما قدم معاذ قال لا أنجل عند باته حتى يقتل فقطه قال أحدهما وكان قد استثيب قبل ذلك حدثنا محمد بن العلا حدثنا حف حدثنا الشيباني عن أبي بردة بهذه القصة قال فأتي أبو موسى برجل قد اغتد عن الإسلام فدعاه عشرين ليلة أو قريبا منها وجاء معاذا فدعاه فأبه فضرب عمقه قال أبو جاود ورواه عبد الملك بن عمير عن أبي بردة لم يذكر الاستثابة ورواه ابن فضيل عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى لم يذكر فيه الاستثابة حدثنا بن معاذ حدثنا أبي حدثنا المسعودي عن المقاتل بهذه القصة قال فلم ينزل حتى ضرب عمقه وما استثابة حدثنا أحمد بن محمد للمروزي حدثنا علي بن الحسين لواقب عن أبيه عن يذيد النحوي عن عكم عن ابن عباس قال كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأذى له الشيطان فلحق بالكفار فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن عبان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أصباق بن مصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد قال لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عبان فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأتى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقوله فقال ما ندري يا رسول الله ما في نفك ألا أو مأت إلينا بعينك قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائلة الأعين حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا قميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن شعب عن جرير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أبق العبد إلى الشرق فقد حل دمه حدثنا عباد بن موسى الختلي أخبرنا إسماعيل بن جعفر المدني عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن أكريمة قال حدثنا بن عبد أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقعهم فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنذجت قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها قفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعلى ما فعل لي عليه حق إلا قال فقال من أعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيه فأنهاها فلا تنتهي وأسجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت لي رفيقة فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيه فأخذت المذول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا أن ندمها هذا حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن جراح عن جرير عن مغيرة عن الشعب عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى مات فأبطل رفول الله صلى الله عليه وسلم دمه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن يونس عن حميد بن هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا هارور بن عبد الله ونصير بن الفرج قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبي عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرق عن أبي برزة قال كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيض على رجل فاشتد عليه فقلت تأذن لي يا خريفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب أنقق قال فأذهبت كلمتي غضبا فقام فدخل فأرسل إلي فقال ما الذي قلت آنفا قلت أذن لي أضرب عنقق قال أكنت فاعلا لو أمرت قلت نعم قال لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو داود هذا لفظ يزيد قال أحمد بن حنبل أي لن يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بعد إيمان أو ذنا بعد أشطان أو قتل نفس بغيرنا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقفل حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن آس بن مالك أن قوما من عقل أو قال من عرين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا من مدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثاره فمارتفع النهار حتى جاء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وألقوا في الحرر يستسقون فلا يفقون قال أبو قلابة فهؤلاء قوم انترقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهيب عن أيوب بإسناده بهذا الحديث قال فيك فأمر بمتامير فأحميت فكح لهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حتمهم حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا وحدثنا عمر بن عثمان حدثنا الوليد عن الأوزاع عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنت بن مالك بهذا الحديث قال فيه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلبهم آخر فأتي به قال فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورتوله ويسعون في الأرض فساذا الآية حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمال أخبرنا ثابت وقتاد وحميد عن أنت بن مالك ذكر هذا الحديث قال أنت فلقد رأيت أحدهم يكذب الأرض بفيه عطشا حتى حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتاد عن أنت بن مالك بهذا الحديث نحوه زاد ثم نهى عن المثلة ولم يذكر من خلاف ورواه شعبة عن قتاد وسلامكم السكين عن ثابت جميعا عن أنت لم يذكر من خلاف ولم أجد في حديث أحد قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلا في حديث حمال بن سر حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهو أخبرني عمر عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناس عن عبد الله بن عبيد الله قال أحمد هو يعني عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطار عن ابن عمر أن ناثا أغاروا على إبن النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسوليين صلى الله عليه وسلم مؤمنا فبعثت الآثار جل فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم قال ونزلت فيهم آية المحاربة وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأل حدثنا أحمد بن عمر بن الزرح أخبرنا ابن وهب أخبرنا ليت بن سعد عن محمد بن عجلان عن أبي الزناس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله تعالى في ذلك فأنزل الله تعالى إِنَّمَا جَدَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ وَيَسْعَوْنَ في الأرض فساداً أن يُقَتَّلُوا أو يُصَلَّبُوا الآية حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا هنّام عن قسادة عن محمد بن سيرين قال كان هذا قبل أن تنزل الحجود يعني حديث أنا حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثنا علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوية عن أكم عن ابن عباس قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقَتَّلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تُقطَعَ أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفَو من الأرض إلى قول غفور رحيم نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يُقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحج الذي أصابه حدثنا يزيد بن خالب بن عبد الله بن موهي بن الهمدن قال حدثني وحدثنا قسيبة بن سعيد السقفي حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمهم شكل المرأة المفهومية التي سرق فقالوا من يكلم فيها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ومن يجترع إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيح قالا حدثنا عبد الغزاق أخبرنا معمر عن الظهرية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مفهومية تسعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقطع يدها وقص نحو حديث الليل قال فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها قال أدو داود روى ابن وفن هذا الحديث عن يونس عن الزهريف وقال فيه كما قال الليس إن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتر ورواه الليس عن يونس عن ابن شهاد بإسناد فقالت تعارة امرأة وروا مفهود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الصبر قال سرقت طريفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه أبو زبير عن جابر أن امرأة سرقت فعادت بزينب ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري قالا أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الملك ابن زيد نسبه جعفر إلى سعيد ابن زيد ابن عمر بن يفاير عن محمد ابن أبي بكر عن عمر عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخيلوا ذوي الهيئات عثراتهم كل الحدود حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمر بن شعيد عن أبي عن عبد الله بن عمر بن العاف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحجود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجد حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن زيد ابن أسلم عن يزيد ابن نعي عن أبيه أن ما عزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات فأمر بعجمه وقال لهزال لو سترته بتوبت كان خيرا حدثنا محمد بن عبيب حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى عن ابن المنكدر أن هزالا أمر معزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا الفليابي حدثنا إسرائيلي حدثنا سيناك بن حرب عن عمقمة بن واحد عن أبيه أن امرأة خرجت على عقل النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحق وانطلق فمر عليها رجل فقالت إن ذاك فعل به كذا وكذا ومرت عصابة من المهاجرين فقالت إن ذاك الرجل فعل به كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظلت أنه وقع عليها فأتوها به فقالت نعم هو هذا فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فلما أمر به قام طاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا طاحبه فقال لها ذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا قال أبو داود يعني الرجل المأخوذ وقال للرجل الذي وقع عليها الجموة فقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم قال أبو داود رواه أصباط بن مصر أيضا عن حمام حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إصال كسر قال فلا فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله واتوب إليه فقال استغفر الله وأتوب إليه فقال اللهم تب عليه ثلاثة قال أبو داود رواه عمر بن عاصم عن همام عن إسحاق بن عبد الله قال عن أبي أمية رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعية قال حدثني أبو عمار حدثني أبو أمامة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه عليك قال توضأت حين أقبل قال نعم قال هل صليت معنا حين صلينا قال نعم قال اذهب فإن الله تعالى قد عفا عفا حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية حدثنا صفوان حدثنا أزهر بن عبد الله الحرابي أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع سهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبثهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا حليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال النعمان ما شئتم إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذا وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهوركم فقالوا هذا حكم فقال هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود إنما أرهبهم بهذا القول أي لا يجب الضرب إلا بعد الاجراء حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الظهرية قال سمعته منه عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها هي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعد حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان قال حدثنا وحدثنا إذن السرح قال أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يب السارح في ربع دينار فصاعد قال أحمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعد حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة درات حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الغزاق أخبرنا ابن جريت أخبرني إسماعيل بن أمية أن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة درات حدثنا عثنان بن أبي شيبة عن ابن إسحاق بأثنان حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنا عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا ترق وديا من حائق رجل فغرته في حائق سيده فخرج صاحب الودي يلتمث وديه فوجده فتعدى على العبد مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ فسجن مروان العبد وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديد فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر فقال رجل إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده وأنا أحب أن تمشي معي إليك فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه رافع بن خديد حتى أتى مروان بن الحكم فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر فأمر مروان بن العبد فأرسل قال أبو داود الكثر الجمار حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد حدثنا يحيا عن محمد بن يحيا بن حبان بهذا الحديث قال فجلده مروان جلدات وسلا سبيلة حدثنا قطيبة بن السعيد حدثنا ليس عن ابن عجلان عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده عبد الله بن عمر بن العاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن السمر المعلم فقال من أصاب بفيه منه حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة نفليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجريل فبلغ ثمن المجن فعليه القطع حدثنا نصر بن عبي أخبرنا محمد بن بكر حدثنا بن جريج قال قال أبو زبير قال جادر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهي بقطع ومن انتهب نهبة مشكورة فليس منها وبهذا الإثناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على نفاء نقطع حدثنا نصر بن علي أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله زاد ولا على المختلف قرع قال أبو داود هذان الحديثان لم يسمعهم ابن جريج من أبي الزبير وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيال قال أبو داود وقد رواهما المغيرة ابن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عمر بن حمد بن طلحة حدثنا أصباط عن فماك بن حرب عن حميد بن أكسي صفوان عن صفوان بن أميس قال كنت نائما في المسجد علي خميظة لي ثمن ثلاثين درهمة وجاء رجل فاختلتها مني فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهمة أنا أبيعه وأمسئه ثمنها قال هل لا كان هذا قبل أن تأتيني بس قال أبو داود ورواه زائدة عن فماك عن جعيد بن حجير قال نام صفوان ورواه مجاهد وضاووس أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال فاستله من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذ ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله قال فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ السارق فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد المعنى قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال مخلد عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن امرأة مخزومية كانت تستعير من متاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يده قال أبو جاود رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد زاد فيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله ثلاث مرات وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم ورواه ابن غنج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه فشاهد علي حدثنا محمد بن يحيى بن فارد حدثنا أبو صالح عن الليل قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال كان عروة يحدث أن عائشة رضي الله عنها قال سعارة امرأة تعني حليا على ألفنة أناس يعرفون ولا تعرف فيها فباعته فأفذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطع يدها وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد قالت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الغزاء أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت مرأة مخدومية تستعير المتاع وتجحدث فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وقص نحو حديث قتيبة عن الليل عن ابن شهاب زاد فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يديد بن هارون أخبرنا حماد بن سلم عن حماد عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي غبيان عن ابن عباس قال أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا وأمر بها عمر أن ترجم مر بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال ما شكل هذا قالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم قال فقال ارجعوا بها ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد غفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحفظ قال بلى قال فما ذال هذه ترجم قال لا شيء قال فأرسلها قال فأرسلها قال فجعل يكبر حدثنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع عن الأعمش نحوه وقال أيضا حتى يعقل وقال وعن المجنون حتى يكير قال فجعل عمر يكبر حدثنا اخبرنا 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 عن سليمان ابن مهران عن ابي ربيان عن ابن عباس قال مر على علي ابن ابي طالب غضي الله عنه بمعنى عفنان قال أَوَمَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةَ عَنِ الْمَجْمُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِكَ حَتَى يَفِيخ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَى يَتْطِيقِظ وَعَنِ الطَّبِيِّ حَتَى يَحْتَلِمْ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَخَلَّا عَلَى حَدَّثَنَا هَنَّاذٌ عَنْ أَبِي الْأَحْوَةِ وَحَدَّثَنَا عُثْنَالُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ فالمعنى عن عطاء ابن الثاء عن أبي ضبيان قَالَ هَنَّاذٌ الجَنْدِيُّ قَالَ وَتِيَ عُمَرُ بِمْرَأٍ قَدْ فَجَرَ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَمَرَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخَذَهَا فَخَلَّا تَبِيرَهَا فَأُخْبِرَ عُمَرُ وَقَالَ اُدْعُوا مِي عَلِي فَجَاءَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وهي في بلائها قال فقال عمر لا أدري فقال علي عليه السلام وأنا لا أدري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يختلف وعن النجنون حتى يعقل قال أبو داود رواه ابن جريج عن القاسم ابن يزيد عن علي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه والفرق حدثنا محمد بن كثير أخبرنا يا سفيان أخبرنا عبد الملك ابن عمير حدثني عطية القراغين قال كنت من سبي بني قريغة كانوا يمترون فمن أنبث الشعر قتل ومن لم ينبث لم يقتل فكنت في من لم ينبث حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك ابن عمير بهذا الحديث قال فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبن فجعلوني من السد حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيا عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجز وعرضه يوم الخندة وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازت حدثنا عثمار بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريف عن عبيد الله بن عمر قال قال نافع حدث بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهو أخبرني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس القطباني عن شيين بن بيتان ويذيل بن صبح الأصبحي عن جنادة ابن أبي أمية قال كنا مع بسر بن أربعة في البحر فأتي بتارق يقال له مصدر قد سرق بفتية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تطع العيدي في السفر ولولا ذلك لقطعت حدثنا مسبد حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران عن المشعة بن طريف عن عبد الله بن الصامر عن أبي ذرن قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذا قلت لبيك يا رسول الله وسعديك فقال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القد قلت الله ورسوله أعلم أو ما خار الله ورسوله قال عليك بالصبر أو قال تصبر قال أبي داود قال حماد بن أبي سليمان يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل حدثنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكد عن جابر بن عبد الله قال جاء بسارقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جاء به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقتلوه قال ثم جاء به الثالثة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه فأتي به الثانية فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به فقتلنا ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الفجارة حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا عمر بن عبد حدثنا الحجاج عن عكتول عن عبد الرحمن بن محيريذ قال سألنا قضالة ابن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه حدثنا موسى يعني عن إسماعير حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال أقول الله صلى الله عليه وسلم إذا ترق المنوك فبعه ولو بنشه حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأنسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وذكر رجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما فنسخ ذلك بآية الجل فقال الزانية والذاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثنا موسى يعني ابن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجهد قال السبيل الحف قال كثيان فآذوهما البكران فأمسكوهن في البيوت السيبات حدثنا موسدد حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي ععوبة عن قتابة عن الحفن عن حفان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني اتجعل الله لهن سبيلا السيب بالسيب جلد مئة ورمي بالحجارة والذكر بالذكر جلد مئة ونفي سنة حدثنا وهو بن بقية ومحمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحفن بإسناد يحيى ومعنى قال جلد مئة والرجل حدثنا محمد بن عوفن الطائي حدثنا الربيع بن روح بن خليل حدثنا محمد بن خالد يعني الوهبي حدثنا الفضل بن دلهم عن الحفن عن سلمة بن المحبة عن عبادة بن الصامح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فقال ناس لسعد بن عبادة يا أبا ثابت قد نزلت الحجود لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا كيف كنت صانعا قال كنت ضاربهما بالسيف حتى يسقطه أفأنا أذهب فأجمع أربعة شهداء فإلى ذلك أطهض الحاجة فانطلقوا فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ألم تر إلى أبي ثابت قال كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالسيف شاهداء ثم قال لا لا أخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران قال أبو داود روى وكيع الأول هذا الحديث عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هذا إثناد حديث بن المحبة أن رجلا وقع على جارية امرأته قال أبو داود الفضل بن دلهم ليس بالحافظ كان قصابا بوعظة حدثنا عبد الله بن محمد بن حبيلي حدثنا هشيلي حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عطفة عن عبد الله بن عباد أن عمر يعني عن الخطاب رضي الله عنه فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما منزل عليه آية الرجل فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده وإني خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقول قائم ما نجد آية الرجل في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من ذنى من الرجال والنساء إذا كان وقصنا إذا قام في البينة أو كان حمل أو اعتراف وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكثبتها حدثنا محمد بن سليمان الأنبري حدثنا وقيع عن هشام بن سعر قال حدثني يزيد بن عيم بن هزام عن أبيه قال كان ماعد بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذره بما صنع لعله يستغفر له وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه فعاد فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قالها أربع مرار قال صلى الله عليه وسلم إنك قد قلتها أربع مرار فبمن قال بفلان فقال هل ضاجعتها قال نعم قال هل باشرتها قال نعم قال هل جامعتها قال نعم قال فأمر به أن يرجم فأخرج به إلى الحرة فلما نجم فوجد مثل حجارة جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بأنيه وقد عجز أصحابه فنزع له بوبيث بعير فرماه به فقتل ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ألا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاب قال ذكرت لعاصم بن عمر بن قتاد قصة معذ بن مالك فقال لي حدثني حسن بن محمد بن عدي بن أبي طالب قال حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه من شئتم من رجال أسلم بمن لا أستهل قال ولم أعرف هذا الحديث قال أجئت جاب رب العبد الله فقلت إن رجالا من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم قيل ذكروا له جزع ناعز من الفجار قيل أصابت ألا تركتموه وما أعرف الحديث قال أنا أعلم الناس بهذا الحديث كنت في من رجم الرجل إنما لما خرجنا بيت فرجمناه فوجد مثل حجارة قرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي فلما ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال فهلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأما لترك حد فلا قال فعرفت وجه الحديث حدثنا أبو كامل حدثنا يديد بن زريع حدثنا قالد يعني الحذاء عن عكرم عن ابن عباس أنماعد بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى فأعرض عنه فأعاد عليه مرارة فأعرض عنه فسأل قومه أمجمونه قالوا ليس به بأس قال أفعلت بها قال نعم فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ولم يصنع له حدثنا مسرد حدثنا أبو عوانة عن ثمان عن جابر بن سمرة قال رأيت ماعد بن مالك خل جئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا خصيرا أعظم ليس عليه ردا فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل ما تقبلتها قال لا والله إنه قد زنى الآخر قال فرجمه ثم خطب فقال ألا كلما نفرنا في سبيل الله عز وجل خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيك يمنح إحداهن الكثبة أما إن الله إن يمكنني من أحد منهم إلا نكلفه عنهم حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن كماك قال سمعت جعفر ابن ثمرة بهذا الحديث والأول أتم قال فرده مرتين قال فحدثت به سعيد بن جبير فقال إنه رده أربع مرات حدثنا عبد الغني إبن أبي عقيل المصري حدثنا قالد يعني ابن عبد الرحمن قال قال فسألف سماكا عن الكثبة فقال اللبن القليل حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لناعد بن مالك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغت عني قال بلغني عنك أنك وقعت على جارية بني فلانا قال نعم فشهد أربع شهادات وأمر به فرجم حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبو أحمد أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال شهدت على نفسك أربع مرات اذهبوا به فرجموا حدثنا نوسى بن إسماعيل حدثنا جرير حدثني يعلى عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا زهير بن حرب وعبث بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا أدي قال سمعت يعلى يعني ابن حكيم يحدث عن عكرمة عن ابن عبنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك لعل تقبلت أو غمزت أو نظر قال لا قال أفنكتها قال نعم قال فعند ذلك أمر برجمه ولم يذكر موسى عن ابن عباق وهذا لفضوه حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامد بن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول جاء الأسلامي نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أطاب امرأة حرامة أربع مرات كل ذلك يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبل في الخامسة فقال أنكتها قال نعم قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال فهل تدري من زنا قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال أريد أن تطفرني فأمر به فرجم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا النبي فسر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكل فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مر بجيثة خمار شائل برجله فقال أين فلان وفلان فقال نحن ذان يا رسول الله قال انزلا فكلان جيثة هذا الخمار فقال يا نبي الله من يأكل من هذا قال فما نيتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه والذي نسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينقمت فيها حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاطم حدثنا ابن جريد قال أخبرني أبو الزبير عن ابن عمي أبي هريرة عن أبي هريرة بنحوه ذاذا واختلفوا علي فقال بعضهم ربط إلى شجرة وقال بعضهم موقف حدثنا محمد بن المتوكل العبقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد غزاق أخبرنا معمر عن الظهرية عن أبي سلم عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بذنى فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون قال نعم قال أسطن قال نعم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأجم في المصلى لما أدلقته الحجارة فر فأدرك فأجم حتى ما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني عن زريع وحدثنا أحمد بن منيع عن يحيى بن زكريا وهذا لطف عن داود عن أبي نطرة عن أبي سعيد قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ناعب ابن مالك خرجنا به إلى البقية فوالله ما أوفقنا ولا حفرنا له ولكنه قام لنا قال أبو كامل قال فرميناه بالعظام والمدر والخذة فاشتد واشتدنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلانيد الحرة حتى سكت قال فما استغفرنا ولا سكت حدثنا مؤمن ابن هشام حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نطرة قال جاء رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس بتماما قال ذهبوا يذبونه فنهاهم قال ذهبوا يستغفرون له فنهاهم قال هو رجل أصاب ذنبا حسيبه الله حدثنا محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارف حدثنا أبي عن غيلان عن علقمة بن مرتد عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكه ما عزه حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي حدثنا أبو أحمد حدثنا بشير بن المهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنا أطحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابع حدثنا عبدة بن عبد الله ومحمد بن داود بن صبيح قال عبده أخبرنا حرمي بن خف قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاث حدثنا عبد العزيز حدث بن عمر بن عبد العزيز أن خالد بن اللجلاج حدثه أن اللجلاج أباه أخبره أنه كان قاعدا يعتمل في السوق فمرت امرأة تحمل صبيا فسار الناس معها وثرت في من سار فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أبو هذا معك؟ فسكتت فقال شاف حذوها أنا أبوه يا رسول الله فأقبل عليها فقال من أبو هذا معك؟ قال الفتى أنا أبوه يا رسول الله فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من حوله يسألهم عنه فقالوا ما علمنا إلا خير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحصن؟ قال نعم فأمر به فرجم قال فخرجنا به فحفرنا له حتى أمتنا ثم رميناه بالحجارة حتى هدى فجاء رجل يسأل عن المرجوم فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا هذا جاء يسأل عن الخبيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أطيب عند الله من ريح النسك فإذا هو أبوه فأعناه على رسله وتكفينه ودفنه وما أدري قال والصلاة عليه أم لا وهذا حديث عبدة وهو أتم حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد وحدثنا مصر بن عاصم الأنطافي حدثنا الوليد جميعا قال حدثنا محمد وقال هشام محمد بن عبد الله الشعيسي عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن خالد بن لجهاج عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذا الحديث حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا طلق بن غنام حدثنا عبد السلام بن حف حدثنا أبو حاج عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه ذنى بامرأة سماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون ذنى فجلده الحد وثركها حدثنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا وحدثنا بن السر المعنى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي زبيع عن جابر أن رجلا ذنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه مقصن فأمر به فرجم قال أبو داود روا هذا الحديث محمد بن بكفن البرساني عن ابن جريج موقوفا على جابر ورواه أبو عاطم عن ابن جريج بنحو ابن وهب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ذنى فلم نعلم بإشطانه فجلد ثم علم بإشطانه فرجم حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البلزال أخبرنا أبو عاطم عن ابن جريج عن أبي الزبيع عن جابر أن رجلا ذنى بمرأة فلم يعلم إحطانه فجلد ثم علم بإحطانه فرجم حدثنا مسلم بن إبراهيم أن هشام نجد السوائي وأبان بن يزيد حدثاهم المعنى عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رأثا قال في حديث أبان من جحين أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها زنى وهي حبل فدعى النبي صلى الله عليه وسلم وليا لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكم إليها فإذا وضعت فجاء بها فلما أن وضعت جاء بها فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم أمرهم فصلوا عليها فقال عمر يا رسول الله تصلي عليها وقد ذنى قال والذي نفي بيده لغتابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل النبي لوثعتهم وهل وجدت أفضل من أنجادت بنفسها لم يقل عن أبان فشكت عليها ثيابها حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي حدثنا الوليد عن الأوزاع قال فشكت عليها ثيابها يعني فشكت حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس عن بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن بريد عن أبيه أن امرأة يعني عن الغامد أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قد هجرت فقال جعي فرجع فلما أن كان الغد أتت فقال لعنك أن تردني كما رذت ماعز ابن مالك فوالله إني لحب فقال لها ارجعي فرجعت فلما كان الغد أتت فقال لها ارجعي حتى تلدي فرجعت فلما ولدت أتت بالصبي فقالت هذا قد ولدت فقال لها ارجعي فأرضعيه حتى تخطني فجاءت به وقد فرمته وفي يده شيء يأكله فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجم وكان خالد في من يرجمها فرجمها بحجر فوقعت خطرة من دمها على وجنسه فسبها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكت لغفر له وأمر بها فصلي عليها ودفل حدثنا عثمان بن أبي شيفة حدثنا وكيع بن جراح عن ذكرية أبي عمران قال سمعت شيفا يحدث عن ابن أبي بكر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجما مرأة فحفر لها إلى السنوة قال أبو داود أفهمني رجل عن عثمان قال أبو داود قال الغثني جهينة وغامد وبارق واحد قال أبو داود حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا زكري بن سليم بإسناده نحوه ذات ثم رماها بحصات مثل الحمق ثم قال ارموا واتقوا الوجه فلما طفئت أخرجها أصلى عليها وقال في التوبة نحو حديث بريدة حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عصبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبروا أن رجلين اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وقال الآخر وكان أفقههما أجل يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال قال إن ابني كان عصيفا على هذا والعصيف الأجير فزنى بمرأته فأخبروني أن على ابني رجل فخديت منه بمئة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجل على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفي بيده لأقضي أن بينكما بكتاب الله أما غنمه وجاليته فرد إليه وجلد ابنه مئة وغربه عام وأمر أنيس للأسلمية أن يأتي وأتى الآخر فإن اعترفت رجمه فاعترفت فرجمه حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه قال إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شئ الزنا فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروه فجعل أحدهم يده على آية الرجم ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يديك فرفعه فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمه قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يخني على المرأة يقيها الحجارة حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمس عن عبد الله بن مر عن البراء بن عازق قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهوديا قد حمم وجهه وهو يطاف به فناشدهم ما حد الزاني في كتابه قال فأحالوه على رجل منهم فنشده النبي صلى الله عليه وسلم ما حد الزاني في كتابكم فقال الرجل ولكن ظهر الزنا في أشرافنا فكرثنا أن يترك الشريف ويقام على من دونك فوضعنا هذا عنه فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمه ثم قال اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مر عن الفراء بن عاذ بن قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجدود فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني فقالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم قال له نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم فقال الله أمنا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبر نجد حد الزاني في كتابنا الرجل ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه وإذا أخذنا الرجل الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجل وتركنا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يشارعون في الكفر إلى حوله يقولون إن أوتيكم هذا فخذوه وإن لم تتتوه فاحذروا إلى حوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في اليهود إلى حوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون في اليهود إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاتحون قال هي في الكفار كلها يعني هذه الآية حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب حدثنا هشام بن سعر أنزل بن أسلم حدث عن ابن عمر قال أتى نصر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت المدرات فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بمرأة فاحكم بينهم فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال بالتوراة فأتي بها فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك ثم قال ائتوني بأعلمكم فأتي بفتن شاب ثم ذكر قصة الرجل نحو حديث مالك عنه حدثنا محمد بن يحيا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حدثنا رجل من مزينة وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بس حدثنا يونف قال قال محمد بن مسلم سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه ثم اتفقا ونحن عند سعيد بن المسي فحدثنا عن أبي هريرة وهذا حديث معمر وهو أتم قال زنى رجل من اليهود ومرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بُعث بالتخصيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجل قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا فتيا نبي من أنبياء قال فأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقال يا أبا القاسم ما ترى في رجل ومرأة زنيا فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت ندراتهم فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من ذنى إذا أحكم قالوا يحمم ويجبه ويجلد وتجبيه أن يحمل الذانيان على حمار وتقابل ألفيتهما ويطاف بهما قال وسكت شاب منهم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظل بهم نشتة فقال اللهم إذ نشتنا فإنا نجد في التوراة الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول مرتخص أمر الله قال زنى لقرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجل ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيئ بصاحبه فترجمه فصلحوا على هذه العقوبة بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجمه قال الزهي فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا كان النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصدغ الحرانين حدثني المحمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهرين قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسي عن أبي هريرة قال زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أصنا فين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان الرجل مكتوبا عليهم في التوراة فتركوه وأخذوا بالتجبية يضرب مئة بحب نقلي نقار ويحمل على حمار واجهبه مما يلي دمر الحمار فاجتمع أحبارا من أحبارهم فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سلوه عن حد الزان وساخ الحج فقال فيه قال ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم فخير في ذلك قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم حدثنا يحيى بن موسى البلسي حدثنا أبو أسامة قال مجالد أخبرنا عن عامل عن جابر بن عبد الله قال جاءت اليهود برجل ومرأة منهم زنيان فقال أتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابني سوريا فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة قالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الليل في المقحلة رجمان قال فما يمنعكما أن ترجموهما قالا ذهب سلطانا فكرثنا القتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الليل في المقحلة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم براجمهما حدثنا وهو ابن بقية عن مشيم عن مغير عن إبراهيم والشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر فدعا بالشهود فشهده حدثنا وهو ابن بقية عن مشيم عن ابن شبروم عن الشعبي بنحف المن حدثنا إبراهيم بن حسن النصيصي حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريك أنه سمع أبا الزباية سمع جريك ابن عبدالله يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود وامرأة ذنياء حدثنا مستدد حدثنا قارد بن عبدالله حدثنا مطرق عن أبي الجهن عن الفراء بن عاد قال بين أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارث معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقا فسألت عنه فذكروا أنه أعرث بامرأة أبيه حدثنا عمر بن قصيص رقي حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن عديد بن سابت عن يزيد بن البرأ عن أبيه قال لقيق عمي ومعه راية فقلت له أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ مال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتابة عن خالد بن عرقوطة عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأة فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة فقال لأقضي النسيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلت جلتك مئة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالخجارة فوجئه قد أحلتها لك فجلده مئة قال قتابة كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بها حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عبيب الشر عن خالد بن عرقوطة عن حبيب النسالة عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل يأتي جارية مرأته قال إن كانت أحلتها له جلد مئة وإن لم تكن حلتها له رجمتك حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريف عن سلمة بن المحبة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأة إن كانت تكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها فإن كانت طاوعته فهي لك وعليه لسيدتها مثلها قال أبو داود روى يونس بن عبيد وعمر بن دينار ومنصور بن زابان وسلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه لم يذكر يونس ومنصور قبيصة حدثنا علي بن حسين الدرهمي حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إلا أنه قال وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمر بن أبي عمر عن أكرم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الساعل والنفعون به قال أبو داود رواه سليمان قبلان عن عمر بن أبي عمر مثل ورواه عباد بن منصور عن أكرمة عن ابن عباس ربع ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن جاووذ بن الفصين عن أكرمة عن ابن عباس ربع حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن ختين قال سمعت سعيد بن جبير ومجاهدا وحدثان عن ابن عباس في البكر يأخذ على المغضية قال يرجل قال أبو داود حديث عاصم يضاعف حديث عمر بن أبي عمر حدثنا عبد الله بن محمد النفيري حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني عمر بن أبي عمر عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه قال قلت له ما شأن البهيمة قال ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يذكر لحمها وقد عمر بها ذلك العمر قال أبو داود ليس هذا بالقوي حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوط وأبا بكر بن عياش حدثوهم عن عاطم عن أبي رزين عن ابن عباس قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد قال أبو داود وكذا قال عطاء وقال الحكم أرى أن يجلد ولا يذنغ به الحد وقال الحكم هو بمنزلة إهدام قال أبو داود حديث عاطم يضاعف حديث عمر بن أبي عمر حدثنا عسنان بن أبي شيبة حدثنا طلق بن غنام حدثنا عبد السلام بن حف حدثنا أبو حاسم عبد سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بمرأة سماها لها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنى فجلده الحد وتركها حدثنا محمد بن يحيى بن فارث حدثنا موسى بن هارون البردي حدثنا هشام بن يوسف عن القاتل بن فياض الأبناوي عن خلاد بن عبد الرحمن عن ابن المسي عن ابن عباس أن رجلا من بكر بن لي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بمرأة أربع مرات فجلده مئة وكان بكرى ثم سأله البين على المر فقالت كذب والله يا رسول الله فجلده حد فرية ثمانية حدثنا موسدد بن مسرهد حدثنا أبو الأحوى حدثنا تنات عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصرت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فأخم علي ما شئ فقال عمر قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلاعله وأقم الصلاة طرفين النهار وذلفا من الليل إلى آخر الأهل فقال رجل من القوم يا رسول الله أله خاصة أم للناس كافة فقال للناس كافة حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا ذنت ولم تفصن قال إن ذنت فاجلزوها ثم إن ذنت فاجلزوها ثم إن ذنت فاجلزوها ثم إن ذنت فبيعوها ولو بضفير قال عن شهاب لا أدري في ثالثة أو الرابعة والضفير الحب حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن عبيد الله حدثني سعيد أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذنت أمت أحدكم فليحذها ولا يعيّرها ثلاثة مرات فإن عادت في الرابعة فليجهزها وليدعها بضفير أو بحفل من شعب حدثنا ابن نفير حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إزحا عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال في كل مرة فليضعبها كتاب الله ولا يفرب عليها وقال في الرابعة فإن عادت فليضعبها كتاب الله ثم ليبعها ولو بحفل من شعب حدثنا أحمد بن سعيد الهمدان حدثنا ابن وهو أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن خنيف أنه أخبره بعض أفقاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنقار أنه استكى رجل منهم حتى ابنيا فعاد جزة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أصبرهم بذلك وقال استفسوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت عليه فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفتخت عظامه ما هو إلا جز على عظم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مئة شمراء ويضربوه بها ضربة واحدة حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه قال فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق فأقم عليها الحد فانطلقوا فإذا بها دم يثيل لم ينقطع فأتيته فقال يا علي أفرق قلت أتيتها ودمها يثيل فقال دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيم الحجود على ما ملكت أيمانكم قال آل داود وكذلك رواه أبو الأحواط عن عبد الأعلى ورواه شعبة عن عبد الأعلى فقال فيه قال لا تضربها حتى تضع والأول أفضح حدثنا قطيفة بن سعيد السقافي ومالك بن عبد الواحد المسمعي وهذا حديث أن ابن أبي عدي حدثهم عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمر عن عائشة رضي الله عنه قال لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذات وتلا تعني القرآن فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدثهم حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث لم يذكر عائشة قال فأمر برجلين ومرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومصبح بن أسافة قال النفيلي ويقولون المرأة حمث بن تجح حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنة وهذا حديثه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريت عن محمد بن علي بن ركانة عن أكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت الخمر حيثا وقال ابن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذا بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال أفعلها ولم يأمر فيه بشيء قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل المدينة حديث الحسن بن علي هذا حدثنا قصيفة بن سعيد حدثنا أبو ضمرة عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال اضربوه قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعلك والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخذاك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول هكذا لا تعينوا عليه الشيطان حدثنا محمد بن داود بن أبي ناجية إسكندراني حدثنا ابن وهب أكبرني يحيب أيوه وحيوة بن شريح وابن لهيعة عن ابن الهاد بإسناده ومعناه قال فيه بعد الضرب ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بكتوه فأقبلوا عليه يقولون ما تقيت الله ما خشيت الله وما تحييت للرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرسلوه وقال في آخره ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحم وبعضهم يزيد الكلمة ونحوها حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام المعنى عن قتادة عن أنة الدمالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعام وجلد أبو بكر رضي الله عنه أربعين فلما ولي عمر دعا الناس فقال له إن الناس قد دنوا من الريف وقال مسدد من القرى والريف فما فرون في حد الخمر فقال له عبد الرحمن بن عوف نرى أن تجعله كأفف الحدود فجلد فيه ثمانين قال أبو داود رواه ابن أبي عروبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلد بالجريد والنعال أربعين ورواه شعبه عن قتادة عن أنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب بجريدتين نحو الأربعين حدثنا مسدد بن مسرهد وموسى بن إسماعيل المعنى قال حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله الدانات حدثني حضين بن المنذر الرقاشي هو أبو ساسان قال شهدت عثنان بن عفتان وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورجل آخر فشهد أحدهما أنه رآه شريبها يعني حمر وشهد الآخر أنه رآه يتقي فقال عثمان إنه لم يتقي حتى شريبها فقال لعلي رضي الله عنه أقم عليه الحد فقال علي للحسن أقم عليه الحد فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها فقال علي لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد قال فأخذ الصوت فجلده وعلي يعج فلما بلغ أربعين قال حسبك جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين أحسبه قال وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحف إليه حدثنا مصدد حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن الدانات عن حضين بن المندر عن علي رضي الله عنه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر وأبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين وكل سنة قال أبو داود وقال الأصمعي ولي حارها من تولى خارها ولي شديدها من تولى هينها قال أبو داود هذا كان سيد قومه فضيل بن المندر أبو ساسان حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان عن عاطم عن أبي صالح ذكوان عن معاوية ابن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماج عن حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى قال وأحبه قالت الخامسة إن شربها فاقتلوه قال أبو داود وكذا في حديث أبي غطيف في الخامسة حدثنا محر بن عاطم الأنطاقي حدثنا يزيد بن هارون الواقطي حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقفلوه قال أبو داود وكذا حديث عمر بن أبي سلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب القمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقفلوه قال أبو داود وكذا حديث تهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شرب الرابعة فاقفلوه وكذا حديث بن أبي نعم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا حديث عبد الله بن عمر وفي حديث الجدري عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فقلوا حدثنا أحمد بن عبدك الضبي حدثنا سفيانا قال الزري أخبرنا عن قبيصة ابني ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب القمر فاجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ورفع الخطن وكان فص قال سفيان حدث الزري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومحول بن راشر فقال لهما أناوا فدي أهل العراق بهذا الحديث قال أبو داود وهذا الحديث الشريد بن سويد وشرح بيل بن أوس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وأبو غطيف الكندي وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريد حدثنا إسماعيل بن موسى الفزري حدثنا شريف عن أبي حسين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال لا أدي أو ما كنت لأدي من أقمت عليه حدا إلا شارب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه شيئا إنما هو شيء قلناه نحن حدثنا سليمان بن داود المهري المصري بن أخي رشعين بن سعب أخبرنا إذ وحد أخبرني أسامة بن زيد أن ابن شهاب حدث عن عبد الرحمن بن أدهر قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال يلتمث رحمة خالب بن الوليد فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شريب الخمر فقال لنا تضربوه فمنهم من ضربه بالنعان ومنهم من ضربه بالعطة ومنهم من ضربه بالميتخة قال ابن وهو الجريدة الرطبة ثم أخذ رفول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرما به في وجهه حدثنا ابن السرح قال وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد عن عقيل عن ابن شهاب أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره عن أبيه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب وهو بحنين فحتى في وجهه التراب ثم أمر أصحابه فضربوه بنعانهم وما كان في أيديهم حتى قال لهم رفعوا فرفعوا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلد أبو بكر في الصمب أربعين ثم جلد عمر أربعين فضرا من إمارته ثم جلد ثمانين في آخر خلافته ثم جلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين ثم أثبت معاوية حدث ثمانين حدثنا الحسن بن علي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أسامة بن زيد عن الضري عن عبد الرحمن بن أدهر قال عيث رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا فتح وأنا غنام شاف يتخلل الناس يسأل عن منذ بخارج بالوليد فأتي بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم منهم من ضربه بالصوت ومنهم من ضربه بعطا ومنهم من ضربه بنعنة وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب لما كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضربه فحجروه أربعين فضرب أبو بكر أربعين لما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد إن الناس قد انهمتوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة قال قم عندك فسلهم وعنده المهاجرون الأولون فسألهم فأجمعوا على أن يضرب ثمانين قال وقال علي إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد فريا قال أبو داود أدخل عقيل بن خالد بين الزبري وبين بن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر عن أبيه حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة يعني عن خالد حدثنا الشعيحي عن زفر بن وثيما عن حكيم بن حزام أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود أخبرنا قصيدة بن سعيد حدثنا ليه عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن أشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل حدثنا أحمد بن صالح حدثنا إذن وهو أخبرني عمر أن بكير بن الأشج حدث عن سليمان بن يسار قال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدث أنه سمع أبا بردة الأنصارية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر معنا حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن عمر يعني ابن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبيد الله يعني عن موسى عن علي بن صالح عن سماك بن حرب عن أكرم عن ابن عباس قال كان قريضة والنظير وكان النظير أشرف من قريضة فكان إذا قتل رجل من قريضة رجلا من النظير قتل به وإذا قتل رجل من النظير رجلا من قريضة فودي بمئة وست من تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النظير رجلا من قريضة فقالوا ادفعوه إلينا نقتله فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوه فنزلت وإن حكمت فاحكم بينهم بالقص والقص أنفت بالنفس ثم نزلت أفاحكم الجاهلية يبون قال أبو داود قريضة والنظير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبيد الله يعني عن إياد حدثنا إياد عن أبي رمسة قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابنك هذا قال إي ورب الكعب قال حقا قال أشهد به قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من سبت شبهي في أبي ومن حلف أبي علي ثم قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليك وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزير وازرات وزر أخرى حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا محمد بن إسحاق عن الحارف بن خضير عن خفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريحن الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاثة إما أن يقفف وإما أن يعقل وإما أن يأخذ الديه فإن أراد الرابع فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني عن عطاء بن أبي ميمون عن أنس بن مالك قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه خصار إلا أمر فيه بالعرض حدثنا عثمان بن أبي شيب أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار قال فخلى سبيله قال وكان مكسوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة حدثنا حدثنا عبيض الله بن عمر بن ميسرة البشري حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف حدثنا حمزة أبو عمر العائدي حدثني علحمة بن وائر حدثني وائر بن حجر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء برجل قاسل في عرقه النسعة قال فدعى ولي المختول قال أتعفو قال لا قال أفتأخذ الدي قال لا قال أفتقتل قال نعم قال اذهب به فلما ولا قال أتعفو قال لا قال أفتأخذ الديا قال لا قال أفتأخذ الديا قال نعم قال اذهب فلما كانت الرابعة قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإسمه وإسم صاحب قال فعفى عنه قال فأنا رأيته يجر النسعة حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني جامع بن مطر حدثني علقمة بن وائل بإسمه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة